اشتركوا في القناة اتعاقد معكم عشان يكون عندي تخزين في شمال الرياض 100% فمنتجاتك بتصير موجودة في شمال الرياض وتصير موجودة في جدة وتصير موجودة في الشرقية يعني حنا أول ما بدينا كان بالنسبة لنا حنا صعب جداً انك تروح تربط مع التطبيقات يعني لما تروح تكلم مثلاً هنقر السيشن ولا جاهز فعلياً يقولون لك مين انت يعني حنا دائما حتى وقات العياد نقول صاحب المتجر نقول له منتجك بيوصلك حتى لو الطلب تسوى قبل صلاة العيد بساعتين المنتجة بيوصل أنا بأخذ عمولة إعداد وتجهيز الطلب كم تقردت عن تقدير كم تكون النسبة كم مثال يعني بالعشر بالمئة حلو عشر بالمئة ما تعتقد عشر بالمئة زائد خمسطاش بالمئة مثلاً حق التطبيق التوصيل يعني بتاكل من هامش التاجر في الطلب بشكل أسطوري صراحةً يلا حيهم كتاجر توصل كل الطلبات لكل العملاء في جميع المدن خلال ساعة أو حتى أقل ممكن بدون ما تكون متواجد فيها هذا السؤال اللي بيساعدنا في إيجابته ضيفنا بشكل منفصل ضيفنا اليوم إبراهيم الصغير المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كلاوت شلف عندهم خدمتين أساسيات يقدمونها للعملاء يساعدونك توصل الطلبات لعملاءك بشكل فوري ويساعدونك تتواجد في مدن ومناطق ما تقدر تغطيها بنفسك الشركة تأسست في عام 2021 ووصلوا 20 مليون طلب لليوم قيمتهم تجاوزت 300 مليون ريال عندهم 200 عميل فعال يديرون لهم مخزونهم في مجموعة من الفروع في 12 مدينة في السعودية فاليوم بنسولف عن أول شي قصة تأسيس طبعاً وش قادل هالفكرة وكيف قدر يدير مخزون ويوصل طلبات 200 عميل من خلال فروع صغيرة منتشرة في المدن مقارنة بالمخازنة التقليدية طبعاً وكيف قدر يتيح للعملاء أنهم يفتحون متاجر ويديرونها في جميع تطبيقات توصيل دفع وحدة هذا شي جديد بالنسبة لي وامور كثيرة طبعاً بنقش عن تجاربهم وتحدياتهم لا تنسى تشترك في نسرة البريدية على دبيان.com بتوصلك تفاصيل إضافية عنك وليس الحلقات وعدد أسبوعي فيه أبرز ما استفدته خلال الأسبوع بتلقى الرابط في وصف الحلقة أو فيه بروفايل حسابي في سناب أو تويتر ترككم الآن مع الحلقة تقول لي ما ما تعرف أجل وش هواياتك؟ أبداً يعني ما أدري صراحة وش هواياتي تدري أنه مشكلة ناس كثير مرة أنا جلست أفكر الحين أقول أنا فعلياً وش الأشياء اللي أحب وش الهوايات اللي أنا يعني أستهويها ما أدري أن شكلك 24 ساعة تشتغل والله لا والله مو على كده يعني هو لابد من أنك صراحة أنت تشتغل كثير مرة خاصة بالوقت لكن ككل لا لا يعني فيه أشياء مثلاً أحب كورة مثلاً أتابع كورة يعني فيها فيه في بعض الأشياء اللي مثل كده بس أنه مو به هواية هاللي أنا يعني ألعب بادل مثلاً أنت الحين قاعد تصف هواية الشعب السعودي كل مرة إي 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 أبدأ تبك هالسعودي يعني مرة طيب أجل ترى كان سياق السالفة هذه كنا نتكلم عن موضوع السالفة شخصية بالبداية لكن ما ضبطت تكشت شيء يعني أطلع أطلع للبرة طبعاً صراحة بعد ما دخلت يعني مجال البزنس بكل أمانة صار موضوع أصعب يعني من أول تقدر تطلع ويكند كامل الويكند تطلع هناك الحين الموضوع صار أصعب شوي يمكن الحين بعد ما كبرنا شوي الحمد لله صار صار سهل شوي لكن صار في فريق صار في فريق خلاص الناس شاهل للشغل لما تصير مشكلة وتصير مشكلة وتنحلوا أنت ما تدري أصلاً أنه كان في مشكلة لكن لكن يعني الحين تغير تغير الواضح تماماً أحسن لهم تكوى السؤال في البداية إيه قرأ وشلون بدت معكم الفكرة بشكل عام حنا صراحة هذا بالنسبة لي يعني كان جزئية صعبة بالنسبة لي يعني أنا من 2015 بديت أنا وخواتي بزنس حلف وكان ذاك الوقت حتى من البيت بعدين توسعنا أكثر توسعنا أكثر وشوينا معمل المعمل هذا كان بشمال طريق الملك سلمان وكنا عندنا موقع الالكتروني ونبيع عن طريق الموقع الالكتروني وبس بعدها جينا نحن نبغى نتوسع أكثر نبغى نتوسع بتطبيقات توصيل كذاك الوقت كنت أكلم بتطبيقات توصيل أبغى أدخل معاهم يقولون أنت بشمال طريق الملك سلمان موقعك بعيد أصلاً أصلاً يعني عدد العمل اللي ممكن يطلبوه من عندك قليل لأنه الحدود اللي ممكن يطلب منها العميل القليلة فكان بالنسبة لي يعني شيء ما أقدر أنا توسع بتطبيقات توصيل بسبب أني أنا المكان اللي أنا فيه بعيد فكنت أقول لنا أنه إخي ضروري لازم فيه يعني فيه أنا قاعدة أشوف قاب ولا فعلياً فراغ بالسوق لازم يجي أحد يغطيه بعدها بفترة طبعاً أنا حتى ذاك الوقت كنت أشتغل بحيط تطبيقات توصيل بعدها بدت كورونا فبعد ما بدت كورونا يمكن حتى تتذكر كنت أدخل أي تطبيق مع التطبيقات قد تطلب كيرام من أبوالي الألعاب هذي من تطبيقات توصيل قلنا حنا أذكر وقت بالتطبيق قلنا تدري خلنا نحنا بنبيع المنتجات هذه بنحط نظيفة عندنا كانت حدي اللي عندنا أعطيه دقيقة المنتجات هذه وين تتصير طيب ما في حل مطعم طلبت برغر المندوب يروح المطعم يشيل برغر من هناك طيب المنوبولي ولا الكيرام ولا الألعاب هذي بيجي وين فاضطرنا ذاك الوقت نحطه المكتب عندنا فصار المندوب يجي عندنا يطلع الدور الثاني ويأخذ المنتج وينزل ولازم عندنا أحد يجهز الطلب ولا أيا كان فكنت أقول لأنه ضروري يعني ذاك بعد يعني ديك الفترة كنت أقول لنا أنه فيه قاب بالماركت ضروري أحد يجي يغطيه طبعا بالإضافة إلى يعني عادة يمكن دايما أسبح بالمثال هذا دايما إذا طلعت تقول يا أخي السيارات اللي لونها حمر كثيرا بالشارع بدين تكتشف أنه كانت من هنا اللي ما تصل بيتك كل زاوية تلقى السيارة حمراء فأنا كان النظام كذا كنت كل شيء يشوفه وقول لنا يا أخي فيه مشكلة بالسوق لازم أحد يجي يغطي القاب هذا يعني ذاك الوقت كان إذا رأني أنا أسوي بنفسي لنفسي الشوغر كوت الحلويات اللي لنا وحنا نشتغل فيها شوغر كوت حقكم إيه أوكي فحنا نسوي ولا أننا نسوي لنا ولغيرنا فجيت ذاك الوقت كان حتى عبدالله العريني أحد الكوفاوندرز كنا نهيوم زملة يعني نشتغل بنفس المكان فكنت أقول له أنا أنه إخي هذه المشكلة خلنا نشتغل وني أكون حل لها عبدالله يعني شخص أوبريشن فنان ما شاء الله عليه ف وأنا أنا ماني مرة يعني أحب الأوبريشن وأنا شخص أوبريشن فقلت أنا كويس عبدالله شخص مكمل ويلا خلنا نبدأ نوياه وندعس بشكل كبير مرة لكن حتى بعدها فترة جيتك تشافت أنه لا أنا ولا عبدالله أصلاً كويسين بالبيع فعليا ما نعرف من بيع رحنا نوع عبدالله جاسم عبدالله المزيد الفاوندر الثالث كم شريك ما شاء الله كم شريك حنا ثلاثة حنا ثلاثة كوفاوندرز المزيد تشتري بالضبط بيدر ماسك البزنس الفعليا السيلز الكروث ماسك النمو النمو ماسك النمو طبعا وفي طبعا يعني ما في واحد ماسك التقنية عندنا هيثم هيثم شداد هو ماسك التقنية هيثم طبعا أنظم لنا بعدها يمكن خمسة أو ستة شهور من بداينا هو اليوم الستياء وعندنا يعني ما شاء الله يعني هيثم شخص جبار بتقنية وقعدي يساعدنا بشكل كبير مرة بالتوسع وهو أحد الفاوندنج تيم يعني وانطلقته أول كان أول كان بالمصيف ولازال موجود محل صغير مرة بداينا يعني بشكل بسيط مرة يعني حتى أذكر أنا أول الأيام كنا أنا وعبد الله وبدر يعني ناس يفتحون المحل ويقدون فيه وناس يقفلون الفرا آه فأنتم اللي العمال حنا العمال بل أول تقريبا يمكن شهر حنا العمال فعليا القراج هذا واحد مننا اللي يفتحه وواحد ثاني هو اللي يقفله يعني كيف تحققته من فكرة؟ فعليا بعد هذه الفترة يعني أذكرنا أنه كيف فعليا متأكدنا أنه فيه رغبة كبيرة مرة طبعا أشتغلنا ما كان أول عمين عندنا شوكار كوتد وأذكرنا اللي هو أنت اللي هو أنا فعليا يعني أذكرنا شوكار كوتد بعد تقريبا أربع شهور قدرنا نضاعف مبيعاتهم ثلاثة ضاعف ما شاء الله بس أننا رح نفتحنا كمفرع زيادة لكلوتشولف وقدرنا ننمو فاكتشفنا أنه ترافين فيه فعليا ضرب مصالح السطور لا لا اكتشفنا أنه فعليا أنه يعني الفكرة ناجحة وقابلة للنمو بشكل كبير بس كنت عاملهم يعني بما أنه البزنس حقك اللي هو شوكار كوتد كنت عاملهم منه خلاص تعالوا بفتح فرع أعطوا أنه بأخذ جهاز ثاني مئة بالمئة يعني أذكر أنا أول يوم رحنا أنا وعبد الله المعمل وأخذنا جهاز كانوا يشتغلون بالمعمل بتطبيق واحد بس أخذنا الجهاز وكلمنا التطبيق كان حتى يوم جمع أذكر كلمنا التطبيق قلنا غيروا من المعمل إلى هناك وأخذنا الجهاز وفي سيارة ورحنا واخذنا معنا بضاعة ورحنا للفرع وجلسنا كنا جميع ثلاجات قبلها بكم يوم ودخلنا لمنتجات ويلا بدأنا نشتغل من أول وقعدت توسع بنفس الأسلوب هذا مع ترجال ثانين من أول تاجر غير اشتغلنا كان ثاني تاجر موقع إلكتروني فقط كان متخصص منتجات يجيبها يستوردها من إسبانيا هذا كان ثاني تاجر بوجهك من لونت محترف لا صراحة من معرفة هذا يعرف فلان رقم ثلاثة ناس أعتقد أنه نرى لي كان براونيز ومنتجات مثل كذا وبدأنا نتوسع بعدها بشكل هل التوسع بداية كان من خلال العملاء اللي عندكم حاليا ولا أنتم تروحوا نتكلمون الناس تقنعونهم بالوضع لا لا بشكل كبير مرة عملاءنا ينصحون الناس ثانين التطبيقات تجيب لنا عملاء وهذا الشيء الثاني الشيء الثالث أحنا طبعا نروح نوصل لهم أحنا تطبيقات التوصيل تنصح المطاعم ومطاعم التجار إلى اليوم بشكل كبير مرة لا منصات الإي كومرس زدوا سلة وغيرهم يسوون يعني كله تشلف التطبيق موجود بهالمنصات هذه فالعميل يدخل ويسوي داونلود لتطبيقنا مصلحة تطبيق التوصيل أنه يتوسع التاجر اللي عنده أكيد لشان هو يكسب أكثر أكيد هو قاعد يبيع يعني فعليا حنا مكملين البعض يعني حنا لو أني أنا مني موجود العميل ما قدر يبيع من خلال جاهز والعكس كذلك بس أغلب العمر كانوا يجونكم من خلال الشركة ولا أنتم تكلمونه بشكل كبير مرة البدايات كان حنا مية بالمية حنا نروح لمهم ونقنعهم إلى اليوم يمكن أن نحت خلال الفترة هذه اللي حين جلسنا نشرح فيها كلاوت شلف واشي فكرتها الفكرة أحسا معقدة وكيف القيم اللي حنا نقدمها ما هي بسهلة ولا أي أحد يفهمها فكثير من الأحيان حرفيا نوقع العقود جو الفرق نجي لعميل نشرح للفكرة ما يفهم ولا يدري وشي القيم اللي حنا نقدمها نقول له نقود جو فرقكم أنتم إيه نجي نقول له تعال كذلك لازم العميل يجي شوف شلون نقول له شف شلون حنا قاعدين نشتغل شف شلون قاعدين تكبر شف تفتح تطبيق وتطلب من أحد المتاجر تقول له شف شلون الحين بيجي المندوب التوصيل ويسترم الطلب شف شلون نفس اللي سأتليها تقريبا نفس اللي سوينا إيه لأن ما كنت فاهم صراحة تماما وشي صير لين ورعتني أنت وشو لأنني عارف أنا دارك ستورز عارفها وقد شتغلت على أحد دارك ستورز بس أنه النموذج حقه كان بالنسبة لي مختلفة لأنه ما هو مرتبط مهم بحق تطبيق توصيل صح وإنما شيء يجمع ما بين تطبيقات توصيل ما بين المتاجر فهم مدري وشي فحنا حنا يعني غالبية الدارك سورز اللي اليوم موجودة والبضاعة ما هي بضاعتكم فيختلف عن اللي تجرت صح غالبية اليوم الدارك سورز اللي موجودة والمعروفة أصلا هنا هم غالبا هم يملكون البضاعة وغالبا هم يملكون أصلا حتى المنصة اللي قاعدت بيع المنتجات هذه اي فهم تاجر نفس التاجر بسارة يتعاملون بعضهم مع التجار اي صح اي فيه فيه بعضهم يتعاملون مع التجار يعني أذكر احد القصص الثانية اللي هي صارت لنا بأول فرع لنا كان يعني احد التاجرات عندها بزنس شوكولت حلوية كانت تنتجوا بالبيت بس كان ذاك الوقت كان جاهز عندهم تسعة عشر وتقدر تدخل جاهز حق الأسرة منتجة حق الأسرة منتجة وتقدر انك تدخل جاهز ويصير مندوب جاهز فعليا يجي يطق باب بيتك ويعطيك المنتج كان بالنسبة لها هي مبهذلة يجين مندوب التوصيل يطق الباب حيانا يطق باب الجيران ولازم أعلق لوحة انه ترى مجاهز من هنا في بيتنا فكان الموضوع معقد مرة الى درجة انه ولازم تكون موجودة يعني تخيل يجيك طلب ساعة ثمانية ونصف بالليل وأنا طالع عندي عزيمة فكان الموضوع معقد مرة بالنسبة لهم فلما جينا ومفرناهم حنا فكرتنا ذاك الوقت حتى أذكر انهم جونا عن تريكي تطبيق كان بالنسبة لهم والله انتم تحلون حياتنا مرة وضعت عندك وظلني السهل وأنا بنتج بالبيت واجيبه لك وخلاص أنا ما لأي علاقة انت تعامل مع المنادية انت موجود طول الوقت ما يجيني البيت بالنسبة لهم هي جنة حتى لدرجة انه يعني أذكر ذاك الوقت كانت تقولها حرفيا كانت تقول أنا بقفل أصلا كنت الحين يوم طلعت انتم موجودين خلونا نجرب معكم بشكل أكبر يعني أذكر ذاك الوقت كان مبيعات البراند حقها ما تتجاوز 30 25 30 ألف بالشهر بعدهم بثمانية شهور يعني حتى أذكر انه ما قفلنا السنة كاملة أوصرت إلى ملايين بشهر واحد إن شاء الله فالنمو الهائل هذا قدرنا حنو إياها أننا نشتغل أننا نحقق الأرقام هذه فبالنسبة لنا حننا نساعد المتجر بشكل كبير مرة أنه ينمو وفعليا نفكله أزمة الأوبريشن والغثاء حق إدارة مخزون إدارة العمليات هذه كاملة ترجمة نانسي قنقر عندك تمويل عقاري وتعبت من الأقصاط الثقيلة بي أس أف عندها الحل اللي بيخلي قصتك الشهر أقل قدم على منتج سداد المديونية عن طريق الرابط في وصف الحل كلاوتشل فأنا أول زيارة لي كانت قولكم يوم طبعاً هذه من أسرع حلقات تجهيزة يعني لأساس أنه نطلع فيها البودكاست لأنه أسمع فيكم من زمان أسمعت فيكم كان أول مرة يوم استثمر وجاهز معاكم كان صراحة شيء مثير الاهتمام بس وقته كان تعرف أن كل أحد يبغي يسوي داركسور أي لاحد يبغي يوصل بسرعة فوقته كان شكله كانه اجتهاد وفيه محاولة من جاهز أنهم يعني يمسكون واحد ويشتغلون معه لكن مع الوقت بديت صراحة أسمع انطباعات متازعة عنكم بعدين يمزرتكم شبت المخزن الرئيسي اللي عندكم سمونا مخزن ولا داركسور داركسور يعني بحثه بالعربي متجر مظلم متجر مظلم يعني صعب مرة نسمى شبوه شوي نقدر نسميه مخزن طب هو بالحلقة أي شيء كل مرة نقول داركسور المخزن 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 اللي تتم في عمليات مثله مثل البقالة مثل أي شيء بس العميل ما يدخله ما يجونه منديب توصيل أو فيه احتمال أن العميل يجي يستلم طلب من هناك وداخليا حطينا المنتجات على أرفف مية بالمية يصير أي طلب يجي على النظام عندكم وبنتكلم بعد شوية على الرابط بين الأنظمة والأمور هذي كلها اللي صاير عندكم بس أي طلب يجي على النظام يشوف الموظف أنه هذا الطلب للمتجر الفلاني اللي بضايعه يأخذه يجهزوا بطريقة معينة يحطوا للمندوب يجي المندوب يستلموا مية بالمية فهذا اللي يصير في المتجر المظلم أو الدارك ستور بشكل عام يس القيمة المضافة الكبرى اللي على الأقل كشخص يشوفه من بره كانت وأعتقد لا زالت موضوع التوصيل السريع حكم المتاجر الإلكترونية اليوم حتى يمكن أسرع متجر إذا هو توصيل طبيعي يقول لك اطلب الصباح عشان أوصل لك بالليل إيه أنتم هدفكم من البداية أتصور كان لأ نبغى نوصلك خلال ساعة صح أو خلال ساعتين كم الوعد حقكم عادة حنا حنا إلى اليوم نقول إلى ساعتين عندنا صراحة الأفليج تقريبا ساعة وست دقائق وقاعدين نحاول أننا ننزلها إلى قل من ساعة يعني حنا نتصور للأشياء اللي ما هيب غذائية ما هيب بقالة اللي هي العمل اللي اليوم نتعامل معاهم من الساعة إلى الساعتين والساعة هذي ليش مهم من الواحد يستنظر له بسرعة يعني المتاجر بالنسبة لي على الأقل تعودت أنه يا طلب طلب أصبر عليه يجيك إن شاء الله بكرة ولا يجيك اليوم بالليل ولا ما أنت ما جاء جاء يعني ما هي أشكالية طالب يمكن ما يتعدى ثلاث أربع أيام فوش الفرق اللي بيسويه أنك توصل في ساعة مقارنة طلب بيوصل مثلا خلال بست ساعة يمكن حنا لو نفصلها بشكل أكبر كلاوتشالف حنا نقدم خدمتين رئيسيتين الخدمة الأولى هي الانديماند في الفيلمنت أو التجهيز الفوري للطلبات للمواقع الإلكترونية هذه لها يعني values ولا قيم كثيرة واحد طبعا وهي يعني شيء مهم مرة اللي هي أنه تحسين تجربة العميل أنه العميل يطلب الطلب والمنتج يوصله بشكل سريع مرة الثنين اللي هي تقليل الطلبات الملغة بشكل كبير مرة العميل لما يطلب اليوم يجي الطلب من بكرة ولليوم اللي بعده وتلقى هون فعليا رغبته بالمنتج قلت بشكل كبير مرة فما عدي بالمنتج بس هذه المشكلة تكون مرتبطة يمكن بطلبات الكاش أكثر شيء بالكاش كبير مرة لكن ككل هي يعني تفيد بشكل كبير مرة على الطلبات الإلغاء ككل لكن للكاش تقللها بشكل كبير مرة 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 عادة سلوك العميل كل مكان يعني أنه يطلب ويحطه كاش إذا جاء من بكرة ولا من بعده ولا أيا كان بعده بكم يوم رغبته بالمنتج ولا أيا كان تغيرت صار معادي بالمنتج هو أصلا حط أنه كاش ودفع عند الاستلام معادي بالمنتج فصار ما يرد على منده بالتوصيل ولا أيا كان بس مختلف تماما لما يطلب ويحط دفع عند الاستلام خلال ربع ساعة أو العشرين دقيقة جايته إشعار من المندوب يقول لك تراني جايك بالطريق فتختلف تماما بس هل هي تحل مشكلة لحقين الكاش فقط لا هي تفرق للكل لكن بالكاش بشكل كبير مرة يعني عشان نجيبها حتى بالأرقام عند العوم طبعا يختلف تماما بشكل كبير مرة من قطاع إلى قطاع يعني بشكل كبير مرة مثلا تلقى العطور طلبات الإلغاء عندهم أكثر مثلا من القطاع الثاني فتختلف بشكل كبير مرة من القطاع إلى ثاني لكن مثلا في بعض القطاعات اللي حنا جربنا معاهم كان عنده طلبات الإلغاء للكاش تصل إلى 60% فيعني حتى أنت لو تشوفها أنه هذه فلوس فعلياً أنت بعت لكنك ما بعت إخ ما تخلصنا من الكاش أنا خبر بعد كورونا صار فيه تقلص كبير فيه تقلص كبير مرة بس لازال إلى اليوم موجود لازال إلى اليوم موجود بشكل كبير مرة حياناً العميل يكون ما عنده ثقة كبيرة مثلاً بالمتجر ولا موقع فيختار كاش اندلو بري مثلاً حينما قد إذا جاءني الطلب ومزكته بيدي 100% خلاص حاسب أحاسب عنه أصلاً فيه متاجر للأسف يعني يسون حملات أعلانية وما يقدرون يرسلون طلبات على الوقت يجيك الطلب بدال في يوم يومين يجيك بعد أسبوعين أي بالضبط فأحياناً العميل يقول لي خلني أنا أضمن لي أبحطه كاشن ديليبري دفع عند الاستلام متى ما جاني وذاك الوقت بغيت الطلب استلمته ما بغيت وعد ما رديت على منذ بالتوصيل ولا أياً كان بس حقيقة الأنلاين ليش يفرق معهم أنه الطلب يوصلك بساعة ولي يوصلك بسبع ساعات بشكل كبير مرة هذه الثلاثة أشياء هي ثلاثة أشياء رئيسية واحد تحسين تجربات العميل الثنين تقليل الإلغاء وثلاثة هي زيادة المبيعات كيف زيادة المبيعات؟ بشكل عام العميل لما يدخل ويحط المنتجات بالسلة ويجي يشوف مثلاً متى التوصيل المتوقع بشكل كبير مرة ما يهون عن إتمام الطلب بسبب أنه تلقى مثلاً بيوصل البكرة ولا اليوم اللي بعد ولا بعد سبوع ولا من يوم إلى خمس أيام يعني أذكر أنا قرأت قبل فترة أحد الدراسات كان يقول لك أنه التوصيل الفوري اللي هو عادة من ساعة إلى ثلاث ساعات يرفع أو التأثير على الشراء إلى سبعة وثلاثين بالمية فأنت معدل التحويل لك كمتجر يرتفع سبعة وثلاثين بالمية يعتبر شكل يعني يعتبر رقم كبير مرة معدل التحويل اللي هو الكونبيرجن ريت الكونبيرجن نسبة العمل يتحولون من مطلعين على المتجر ويستعرضون المتجر إلا يشترون مية بالمية أسوأ شرح حاولت يصراحوا بشكل سريع أحد الأصحاب المنتاجر أذكر قال لي أنهم سووا هجربة أتاحوا التوصيل السريع في المتجر عندهم ظهر بخمسين ريال وفي ساعة يوصلون بشكل سريع ويقول في عميلة طلبت منها في نفس اليوم فهذه مرت خمسين ريال كل مرة طلبت أول مرة اتفاجأت نجاها الطلب بشكل السريع جت واحدة ثانية عندها في البيت قالت هذا رهيب قالت الحين أطلب لك أي شيء طلبت واحدة ثالثة جت بالليل ظهر بعزيمة وشيء هذه زين الحين أطلبوا الحين يجيبون ويجيك الآن فتأثيرها فعلا أنا أتأكدنا على كلامك أنه تأثيرها قوي أنه حيانا الحاجة إذا كنت تدور على الشيء تكون الحاجة فهورية أبيه الحين يعني أذكرنا بعد في أحد الأشياء اللي إحنا ما درينا عنها أحد العملاء جينوا اجتمعنا معه بعد ما اشتغل معنا قالنا تصدقون أنه في شيء تغير علينا بشكل كبير مرة اللي هي تقييم العملاء المنتج بعد ما صارت التجربة حقته رهيبة طلبوا ووصلوا للمنتج بشكل سريع مرة صار يعني المنتج نفسه ناظروا بطريقة مختلفة فضاعفت تقييمات المنتج ثلاثة ضعف أوف فهذه بالنسبة لنا حتى قبل أن نبدأ الكلاو تشلف ما كان أصلا بالنا أنه لها تأثير حتى على تقييم المنتج توقعوا ما هو مرتبط في جودة المنتج كثير ما هو مرتبط في الجانب العاطفي 100% إذا أنت مثلا تبيع عطر تعطر فيه الحين العزيمة صح وصلك وتعطرت وخذت تجرب صح غالبا بتقييم وتقييم أحسن منه جاك بكرة صح ويمكن تسحب عليه والأخير تقول ما استفت منه 100% عادة ما يكون فيه حتى التحدي بشكل كبير مرة مثلا وقات العياد يعني نحن يمكن نشوفها دائما قبل العيد بيوم يعني عادة ما العميل دائما بلاست منت ولا بآخر الوقت هو اللي يطلب فنلحظه حنا بشكل كبير مرة يعني حنا دائما حتى وقات العياد نقول صاحب المتجر نقول له منتجك بيوصلك حتى لو الطلب بتسوى قبل صلاة العيد بساعتين المنتج بيوصل قبل صلاة العيد فليلة أنه كثير من أحيانا العميل يبغى بلاست منت بآخر وقت قال أنا أبغى المنتج هذا وكيف يوصله الآن عادة غالب المتاجر أو جزء كبير منها مو بواصلك إلا بعد العيد ولا حتى حيانا نشوف حتى شركات الشحن تقول لك مثلا يوقفون شحن المنتجات قبل العيد مثلا بستة أيام ولا ثمانية أيام ولا أيام كان بس مع التوصيل الفوري الموضوع مختلف تماما بس مع التوصيل الفوري برضو فيه تحديات ممكن نتكلم عنها على موضوع التخزين وعلى أمور ثانية قد تشكل تحدي مقارنة بالتوصيل التقليدي اللي حط لك مستودع السلي مئة بالمئة ووصل منه بشكل مباشر غير التوصيل السريع برضو أنتم عندكم يعني تتيحون للعملاء أنهم ينتشرون لمناطق جغرافية أكبر أو تكون تقضيتهم جغرافية أكبر فما يصير بدلمه في الرياض فقط يصير حتى متوفر في القصيم يصير فيه متوفر في الشرقية توفر في المدينة فأنتم تستأجرون محلات في كل المدن هذه بحيث أنكم حنا يمكن هذه الخدمة الثانية الأساسية اللي حنا نقدمها اللي هي تجهيز الطلبات فعليا هي تمكين المتجر من عدة منافذ بيع وتوسيعهم جغرافيا على كل يعني سواء بالرياض ولا المدن الثانية حول المملكة لنأخذها أرصا على سبيل المثال ممكن توضح لنا النقطة بشكل أكبر اليوم أنت لو عندك متجر عادة أن تجي تدخل تطبيقات التوصيل ولا أي إن كان تحدد لك حدود جغرافية معينة فعلى سبيل المثال لما يكون منتجك موجود في الملقة مثلا بشمال الرياض ولا فرع لك أصلا موجود بشمال الرياض لو العميل حقك يبغى يطلب من منتجك وهو مثلا بالريان ولا بالسويدي ولا أي إن كان بشكل كبير مرة مو تطالع له المتجر مو تطالع له المنتج أو يطلع له بتكلف التوصيل أو يطلع له بتكلف التوصيل أعلى بكثير فاللي حنا نحلها هذه وين أنه حنا أصلا عندنا متأجر أو عندنا مخازن متوزعة مثلا بالرياض متوزعة في كل أنحاء الرياض فمجرد أنك تدخل معنا أو تكون جزء من كلوتشلف فأنت غطيت الرياض بشكل كامل غطيت أكثر من سبع مدن حول المملكة متجرق متوفر في أكثر من 18 منفذ بيع بناء على رغبتك تبغى المنفذ الفلاني أو يعني أي سيلس شانل أو يتبغى يكون مثلا متوفر بس بالقصيم الرياض تقدر تقدر مثلا بالقصيم الرياض أو بشو مع الرياض بس حسب توجدكم 100% نحن دايما يعتمد عليها أشياء كثيرة صراحة يعني يعتمد عليها حتى الفوليوم وعلى عدد الطلبات اللي عندك يمكن أنه ما عندك مخزون عالي مرة تقدر تغطي مثلا 19 دارك ستور اللي عندنا فتلقى مثلا تقول أنا بغطي مثلا أجزاء من الرياض أجزاء مثلا أبغى الشرقية وجدة ما أبغى القصيم طبعا هذه كلها حلو بعد أن تكلمنا الحين عن فائدتين رئيسيات هي اللي تحاولوا نتقدمونها العمل اللي موضوع التوصيل السريع والانتشار الجغرافي وتغطية الجغرافية نيب خلنا نبدأ نفكفك شوي كلاود شيل لأنني نتم أعرف أكثر من عملاءكم أول شي وش نوعية العملاء اللي تحاملون معهم حلنا نتعامل مع عدة قطاعات معينة هذه اللي دايما نركز عليها اللي هي الأغذية المغلفة الـ الشوكولات العطاعات الحلويات الشرقية العسل أي منتجات غذائية مغلفة نحن ما ندخل في أي شيء له دخل بإعداد هذه هذه وحدة العطور وغيرها الكوزماتيكس أو المنتجات العناية بشكل عام الملابس نقدم برضو الخدمة للملابس لكن بشكل كبير مرة هذه القطاعات اللي نحن نركز عليها ونقدم الخدمات حقتنا للمتاجر فهي سواء كانت متاجر إلكترونية أو كانت محلات صحيح متاجر إلكترونية أو محلات بشكل كبير مرة اليوم يعني المحلات المتاجر إلكترونية هي يمكن غالباً اللي نشتغل معاهم لكن في ناس عندهم محلات موجودة لكنه يبغي يتوسع بشكل أكبر ونشتغل معاهم فيستخدمكم كأنكم الكلاود الكتشن مئة بالمئة حنا حرفياً إذا بغيت توضحها من جهة كيف نخدم التطبيقات حنا كأننا كلاود كتشن بس إننا مو بلأ الأكل الأكل يمكن الأكل المغلف لكن المنتجات الثانية فأنا محل لدي محل شكولاتة في شرق الرياض أبغى أبيع العملائي في شمال الرياض أتعاقد معكم عشان يكون عندي تخزين في شمال الرياض مئة بالمئة فمنتجاتك بتصير موجودة في شمال الرياض وتصير موجودة في جدة وتبتصير موجودة بالشرقية عشان عميلك المحتمل يقدر يفتح تطبيق التوصيل بإعلامتك التجارية بكل شيء يقدر يدخل ويطلب منك وحنن هندل بس ليش أغلب عملائكم المنتاجة الإلكترونية ليش ما صار المحلات اللي قد تكون أكثر حاجة للموضوع هذا يمكن يمكن الوعي أكثر صراحة ما في ما في ما في سبب معين لكن يمكن المتاجة الإلكترونية أصلا هم جاهزين هم عارفين هم عارفين الحاجة فبشكل عام هم اللي دايما ما نتعامل معهم حلو فيمكن هذا أهم الأسباب والشيء اللي أنا اتفاجأت منه اللي قلت لي عليه ذلك اليوم اللي هو أن العميل إذا جاكم يقدر يتعاقد من كل تطبيقات أو أخل نقول أغلب تطبيقات توصيل من خيالكم صح فأنا اليوم عندي محل أبي أبيع منتج معين مع جاهز ومع ذا شفس ومع مرسول ومع من بعد فيه ماكم هنغر ستيشن هنغر ستيشن موجود موجود ما شفتش عرضك هنغر ستيشن ممكن كيتا حتى كيتا خلصنا ربطنا معه نينجا نينجا برضو اللي بيتواجد بهالتطبيقات يجي يتعاقد معاكم وأنتم تفتحون له مباشرة في كل مكان صح هو بناء على رغبة بناء على رغبة العميل طبعا فيها عقود ثانية يعني هو أملنا أن يكون فعليا يدخل من سيستمنا ويقول أنا أبغى المنصة الفلانية أبغى أبغى مثلا المنصة الفلانية والفلانية والفلانية هذه تكون منتجاتي فيها وش سويته بالضبط يعني كيف صرت وسيط بين المنصات هل أنت مثلا إذا جاء بيحط متجر وفي مرسول على سبيل المثال تعطونه عقد مرسول كل شف هذا العقد اللي يستخدمونه ولا أنتم توقعونه لأحنا صراحة بيننا وبين التطبيقات هذه بيننا عقود أننا حنا طرف ثالث نمكن المتاجر هذولي بالتطبيقات فالعقد اللي يخليه يصير متواجد في التطبيقات معاكم وانتم بضبط أبدا ما له أي علاقة ما يوقع خمس عقود ما يوقع خمس عقود التطبيقات هذي تدعم العقود هذه بشكل اعتيادي ولا أنتم اخترتوا شي جديد معاكم صراحة هو موجودة أصلا يعني هم كثير من الأحيان يستخدمونها مع الفرانشايز فالفرانشايز الامتياز التجاري أو الامتياز التجاري تلقى مثلا في خمس مطاعم لكن تلقى السادس يملكه شخص ثاني بعقد ثاني بأي أن كان فيتعاملون معه يعني موجود هو سيستم عند التطبيقات لكن يمكن الطريقة اللي حن نتعملنا فيها مختلفة الكلاود كيتشنز يستخدمون تقريبا أشياء مماثلة فهي أصلا موجودة ويتعاملون فيها التطبيقات سمع لات كذا لتأي أحد من التجاري عنده مشكلة أنت كبيله مية بالمية أبدا حن نقول له ما لك أي علاقة بهذه الأشياء حن المسؤولين لما يكون فيه أي مشاكل بالطلب بين المتجر والتطبيق حن مسؤولين عنها أي شيء له علاقة حتى مثلا التعويضات أي شيء لها علاقة في تجربة العميل إلى للمنصة البيئة حن نمسؤولين عنها تماما والله ما بهيات ولا يشوفت نفسه بس اسأل في عالم المراشة عني كل المشاريع هنا أبغط اللحة مبلغي وقت التأمين ما أخذ كل وقت واسألت خاطئة يمس يقول لي ليش ما أمنت محلك والني قمطت ما نمت أمس أنت تفهمني وبهذا اللي بيشيل هم اللي بيشيل عنك الليلة كلها منصة تأمين المنشآت من التعاونية سهل عليك تأمين كل شيء يتعلق بمنشآتك وإنت بمكانك تأمين طبي الموظفينك وتأمين مركبات وتأمين عام يغطي ويحمي أصول منشآتك وتضمن صناريات أعمالك كل حلقة بودكاست تسمعها تسمعها بأفضل تجربة تجربة مختلفة واجتماعية تجمع أصدقائك والناس اللي شبهونك تقدر تصف حلقاتك اللي تسمعها في طابور منظم ولو ما تسمع موسيقى عندنا زر سحر يلغيها كلياً تقدر تعلق على أي حلقة وتشارك رأيك مع صناعها والناس اللي بتعبك بالإضافة لقوائم توافق اهتمامك ومزاجك في أي وقت ومكان الأفضل تجربة استماع حمل تطبيق راديو ثمانية آفة التطبيقات برتاحة فعلياً أنه هالتجار اللي عندكم يتعاملون معك 100% والتاجر مبسوط أنه ما يحتاج روح يتعامل مع ثمانية ولا عشر تطبيقات مختلفة هذا حول هذا ما حول هذا خصم الشيء الفلاني هذا حاول توصل معه لا أياً كان حنا أبداً حنا قبيل المتجر في كل منافذ البيع حبيتهم بس كيف وش يصير بخصوص النسبة هل أن تاخد نسبة نفسية من التطبيقات ولا أنك تاخد نسبة عادية مقارنة حنا صراحة يمكن أنه يعتمد على التطبيق يعني ممكن للتطبيقات نفس الشيء لكن بشكل عام حنا نعطي العميل نسبة أفضل من أنه يروح دايركت فأنا قصدي على التطبيقات هذه لأنكم قاعدين جيبون لهم عدد طلبات عالية أو عدد تجار حتى صح كبير نسبياً فيعطونكم نسبة أفضل من لو جاء محل واحد يحاولي يتعاقد معهم مئة بالمئة فأحط حنا بالنسبة لنا حنا هذه قيمة مضافة أنا أقدمها العميلي أو المتجر بالإضافة للخدمات الثانية يعني أنا أقول له أبجيب لك نسبة منافسة ولا أبجيب لك نسبة كويسة لتطبيقات التوصيل أنك تكون موجود معهم أنت تتيح لي سواء كان متجر اكتروني أو محل أن يكون متواجد فيه طب لو أدير المحتوى حقها أروح لكل واحد لا 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 أبداً من المنصة حقتنا تدخل تتحكم بكل شيء في كل تطبيقات التوصيل تقدر تعدل الأسعار تقدر تحطل أصلاً سعر المنتج في كل تطبيق سعر مختلف تقدر تحطل المنتج هذا موجود في المنصة الفلانية وما أبغاو يكون أبغاو يكون موجود في جاهز ما هم موجود في هنقر السيج تحدث القائين على طور كل الرصات تسمح لك تربط معها الحين اليوم حنا رابطين مع الغالبية العظمى أصلاً بشكل عام حنا من فترة يعني ما نشتغل مع أي تطبيق ألا نقول له حنا لازم نربط طبعاً هذه صراحة لها قصة يعني لكن اليوم فعلياً وش القصة؟ يعني حنا أول ما بدينا كان بالنسبة لنا حنا صعب جداً أنك تروح تربط مع تطبيقاتها يعني لما تروح تكلم مثلاً هنقر السيشن ولا جاهز يعني شركات حجمها كبير مرة تكلمهم تبغى تربط عندكم API نبغى نربط معكم فعلياً يقولون لك مين أنت الموضوع يعني مهو بسهل فبعد ما بدينا بالبداية كل شيء مانول يعني أذكر أنا يمكن أنت حتى شفتها عندنا غرفة أوبريشن فعلياً غرفة حمليات كده فيها ثمانية أشخاص طبعاً يعتمد من شفتها شفت كم عدد الأشخاص لكن كانت دائر مدار الغرفة فيها أجهزة التطبيقات يعني وصلنا إلى مرحلة حتى في لها فيديو ممكن نهرك يا حتى وصلنا إلى مرحلة عندنا بالغرفة هذه أكثر من 1200 جهاز طيب من أجهزة التطبيقات لأن ذاك الوقت كنت أكلم التطبيقات أبغى أربط كان موضوع صعب يعني ما عندك فوليوم ليش أعطيك أولوية التطبيقات وش قصتك الاستقبال الطلبات لاستقبال الطلبات أوكي فأنت لما تروح تكلم جاهز ولا تكلم هنغرستيشن ولا تكلم كل تاجر تاخد له جهاز كل تاجر كل تاجر له جهاز لكل فرع أوكي فأنت الأجهزة اللي في المطاعم دي حكي تستقبال الطلبات 100% كل تاجر عندك جهاز من أجهزته أيوة كل تاجر له جهاز لكل فرع لكل قناة تبيع والله يزعاج الغرفة جداً جداً كان يزعاج مهم طبيعي بس أنه عشان أحياناً أنك تمشي بالشغل مضطرة أنك تمشي يعني أقل الأشياء إليما فعلياً تثبت نفسك تثبت جدوى البزنس بعدين تقدر بعدين طوروا طبعاً منصاتهم جوز كبير منهم كان عندهم أصلاً بس كان ما يبغى يعني ليش أنا أروح أربط مع آلاف مؤلفة وما أتدري أنه أصلاً هو بيمشي هو بينجح هو يمكن أنه أصلاً شهرين خمسة شهور مقفل وماشي لأنه في جهد عليه بعد حتى في جهد عليه طبعاً يعني غالبية التطبيقات أصلاً في جهد عليه هل تعتقد لو أن بربط اليوم مع تطبيق بتبهذلة نفس البهذلة لأنه يقول يمكن الحين يمكن الحين صار أهون شوي لكن يعني ما هو بالسهولة التي تتصورها يعني حنا مع كل التطبيقات أول ما بدأنا نربط معاهم بدأوا يسمحون أنه يمكن حتى أول تطبيق ربطنا معاهم جاهز كان الوحيد الجاهز جاهز جاهز فعلياً الـ API طبعاً لا حتى حتى بذلك الوقت كان هنغر السيشن عندهم API جاهز عدة تطبيقات عندهم APIs لكن حنا أول واحد بدأنا فيه ذلك الوقت جاهز وكان عندهم تقريباً كل شيء جاهز فعلياً يعطيك الملفات يقول لك إجلس مع التقنية حقينا إذا تحتاج أي شيء هذا الإيميل ترسل لهم يردون عليك بأشياء التي تحتاجها بشكل عام غالبية التطبيقات كده مو بس جاهز فأنتم رابطين لاستقبال الطلبات ورابطين لتحديث المينيو 100% كل اثنين فيها طبعاً هي واحد لأنها هي خدمة مرتبطة يعني هي خدمة كاملة يعني المنتج لما يكون مهم موجود بالفرع الفلاني المفروض أنه يختفي من المينيو لأنه ليش يجي العميل ويختار المنتج ويجي بيطلب ويجيه رفض للطلب لا خلى المنتج مهم موجود خلى الخدمة أفضل وحتى بعض التطبيقات تأخذ عمولة على الطلبات المرفوضة فأنت كل ما قللت عدد الطلبات المرفوضة كل ما صار أفضل هم طبعاً يأخذونها تحفيزاً على أنه ما يسير عندك طلباتهم 100% ليش أنا جبت لك الطلب يعني التطبيق يراها كذا أنا جبت لك الطلب ليش ينرفض وهي المفروض أنه فعلياً هذا بيع لك أنت يا متجر ليش ينبع بما أنكم له صيد طيب بين التطبيقات وبين التجار أتصور لكم نسبة من العملية فوق نسبة حك التطبيقات صح؟ قصدك أنت من نسبة التطبيقات أي من نسبة التطبيقات يعني تطبيق لا ما تأخذ شيء لا لا من نسبة التطبيقات لا فأنت النسبة هذه تمررها كذا أبدأ أبدأ أنا هذه بس اللهم أني أقدمها خدمة العميلي ليش؟ يعني أنا أنا بالعكس أنا أبغى عميلي ياخذ أفضل نسبة ياخذ أفضل خدمة أصلاً في بعض التطبيقات أنا أجيب العميلي أفضل بأربعة خمسة بالمئة يعني لو يروح دائرة أقدر أخذ أقدر أخذ واحد بالمئة، اثنين بالمئة، ثلاثة بالمئة فليش ما أخذ شيء؟ نحن اليوم مو بتركيز أنا صراحة هنا يعني أنا بالنسبة لي خل عميلي يبيع بشكل كبير مرة أنا الكور والأساس عندي هو اللي أخذ من تجهيز الطلب فأنت هدفك أنك تخفض بنسبة قدر الأمكان عشان يزيد الطلب عشان يكبر العميل، لأنه إذا كبر بتروح بتجمركم من جهز مئة بالمئة، لأنه هذاك الأساس حقينا أنا الأساس إني أنا أبغى الطلب يتم، أبغى أن عميلي يكبر لأنه كلما كبر عدد طلباته كبرت معاونا هذا النموذج عملت تطبيقات، نموذج عملتكم أنتم مع العمل أو الشيء والضبط نموذج عملنا بسيط مرة إذا كان الطلب جاي من تطبيقات التوصيل هلنأخذ عمولة عليها بشكل مبسط طب حنا كنا أحد أسباب أننا نجيب لك البيعة هذه أو أننا نساعدك في نموك فعشان أسهل لنا أو للمتجر نأخذ عليها عمولة تقول ما تأخذ شيء نأخذ عمولة على تجهيز الطلب أوكي ما نأخذ عمولة على نسبة التطبيق فالطلب سواء جاكمان مجر مباشرة ولا جاكمان واجهة المجر في أحد التطبيقات هي بتكون في نفس العمولة دي بتدفع عليها صح؟ تقريباً نحن لو نفصلها بشكل أوضح الحين جاءنا طلب من تطبيق من أي تطبيق ممتاز واحد التطبيق بيأخذ عمولته لنفترض أنها 10% وال20% والأيين كان أنا بأخذ عمولة إعداد وتجهيز الطلب حلو؟ أبأخذ عليها هذه عمولة بس هذه 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 اللي تنوخذ من الطلب كم من الأمولة صراحة يعتمد على يعتمد على حجم المسجر يعتمد على أشياء كثيرة مرات أنتم زيت طبيقات توصيل بس من جهة ثانية كل ما كبر حجم المسجر كل ما نزلت النسبة بشكل كبير من رأي يعني حنا بالنسبة لنا حنا أهم شيء تجيب فوليوم تجيب عدد طلبات إن مو معنا هذا يعني حنا كسبانين وأنت كسبان بس ليش تاخذ نسبة؟ ليش ما تاخذ مبلغ ثابت؟ حنا الموقع الإلكتروني حنا ناخذ مبلغ ثابت ما ناخذ نسبة بس لتطبيقات التوصيل ناخذ نسبة ليه؟ خلنا بقولك ياها على سبيل المثال حنا في تطبيقات التوصيل بس قول ما تكمل بالنبطة هذه قصد كذا الطلب جاك من المتجر مباشرة أو من المحل المباشرة هذا تاخذنا عليه مبلغ ثابت؟ مئة بالمئة إذا جاك من مرسول ولجاهز ولهنجر ستيشن ولأحد التطبيقات تاخذ نسبة من الطلب؟ صح ليش؟ ليش الفرق هذا؟ الفرق أنه للموقع الإلكتروني حنا ما ساهمنا بشكل كبير مرة أنه نجيب لك الطلب لتطبيق التوصيل إحنا مساهم أساسي في إتمام الطلب هذا فلو ناخذها بكل بساطة كذا التطبيقات التوصيل تعطيك جوفينسيق معين حدود جغرافية معينة فلو أنت عندك ما عندك محل بشمال الرياف وجيت وتحقتت معانا وحنا وفرنا لك منتجاتك بشمال الرياف معناته العميل اللي موجود في حي الملقة قدر يطلب منتجك لو أنك لو تشلف مهم وجودة بالعملية هذه ما صار في عميل ما صار في طلب ما صار في بيعة فبالنسبة لنا حنا هذه حنا ربحانين العمير ربحان التطبيق التوصيل ربحان فحنا ناخذها كذا بكل أمانة ترى الكميشن العمولة والفيكست ما تفرق بشكل كبير مرة اللهم أنه اكتشفنا حنا بعد فترة أنه بالنسبة حتى للعميل أريح له وأحسن له أنها تصير كذا اسمه بوضع بالنسبة لي إذا أنا طلبي إذا أنا متجر الالكتروني مو بقاعدة بيعمل خلال جاهز ورسأت لك الطلب قلت لك هذا العميل يبي الطلب هذا في الملقة خلال الساعة وأنا ما عندي مخزن في الملقة تأخذ عليه مبلغ ثابت؟ نأخذ عليك مبلغ ثابت طب نفس الشيء هي كذا ولا كذا نتوسع لا التطبيق التوصيل لا التطبيق التوصيل لو أنه لو أننا موجودين ما جاء الطلب خير شر بس الموقع الإلكتروني أنت اللي رحت وسوقت وأي كان وجاء المتجرك دايركت ومن المتجرك الإلكتروني جاء الطلب فأنت كنت تقول أنا بأخذ النسبة معك منك لأنني أنا اللي جبت لك العميل مئة بالمئة مخلال المتجر اللي سويت لك مئة بالمئة أنا ساعدتك أن يجيك الطلب هذا بحكم أنك تواجدت معي في المنطقة الفلانية بس إذا العميل جايني منك أنت التاجر مئة بالمئة خلنا أخذها يمكن مثال ثاني تكون أوضح لنفتر يظن أنت محل شوكولت بالرياض وما عندك أنت مصنع بصناعية الطريقة الخارج مثلا وأنتم موجود لا بهنقرسيش ولا بجاهز ولا بأي من التطبيقات اللهم أنك تبيع موقعك الإلكتروني كيف يجيك الطلب يجيك الطلب أنت تروح تجاهز وتوصل للعميل تسوق حنقرسيشن ولا جاهز ولا أي من التطبيقات تكون أنت موجود بجدة على سبيل المثال تقدر تدخل معي ومنتجاتك تكون موجودة بجدة وأفعلك متشر داخل التطبيقات هذه لك في جدة فالعميل بيقدر يدخل أي من التطبيقات هذه بيشوف متجرك ويدخل ويطلب ففعليا بدوني أنا وبدون التطبيق ما جاء الطلب وطبعا بدون التاجر أكيد فهي حلقة ففعليا كلنا تساعدنا عشان يجي الطلب هذا حلو بس ليش تخذها نسبة أو كم تكرت هذين تقدير كم تكون نسبة كم مثال يعني مبشر بالعشرة بالمئة حلو عشرة بالمئة ما تعتقد عشرة بالمئة زائد خمستاش بالمئة مثلا حق تطبيق التوصيل يعني بتاكل منها مش التاجر في الطلب بشكل أسطوري صراحة يمكن حتى لو نمتقيسها بأبسط الأشياء ترى هي النسبة ما يبقى عالية أبدا لما نجح نتكلم حتى على العشرة بالمئة ولا الاثنائش بالمئة حتى ما تعتبر هي النسبة عالية مرة لأنه اليوم أنت لو تبغى تكون موجود تطبيقات هذي مضطر أنك يكون عندك فرع مضطر أنك تجهز الفرع مضطر أنك تجيب أمالة يديرون لك الفرع مضطر أنك تروح توقع مع تطبيقات التوصيل مضطر أنك تدير المخزون هناك مضطر أنك تسوي كل العمليات هذه ضروري لهذا داركستور وهذا داركستور واحد فما بالك أنك بيوم واحد تروح تكون متواجد فيه 19 داركستور ونحفعني على المساحة حنا اللي نسويه ناخذ مبلغ بسيط مرة على كل منتج موجود عندنا يوميا يعني هو مبلغ بسيط مرة بالهلل بالهللات وتنحسب فعليا تحسب بنهاية اليوم الأساس منها أنه نبغى المخزون يتحرك بشكل كبير مرة ونبغى المتجر أنه ما يكون فعليا يجيب لي مخزون كبير لأني بنى لهب اللي يباع ولأني اللي قدرت أستفيد من المساحة هذه فبالنسبة لنا حنا أفضل شي أنها يعني المنتجات تتحرك بشكل أكبر إيه فأنت زي موضوع النسبة حتى الطلبات المفوضة قاعد تحط تكلفة على التواجد للمنتج عشان تحفز التاجر مية بالمية يأتي بيع وحنا اللهم هي بشكل كبير مرة تحفيز للتاجر أنك بيع بشكل أكبر حلو الآن الممكن السؤال يتبعي ردهني على موضوع التخزين تقول أن تيح العمر يتواجدون في كل مكان في كم مدينة وصلتها سبعة أو سبعة 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 مدن دارك ستورز بطبيعة حال صغيرة صح وأنتم تحتاج تحط فيها كم برة منتجات مبردة منتجات مفرزنة وجاء ومنتجات جاف فما يشيل أصلا منتجات كثيرة صح يعني ضيق مرة بيكون فأنتم أصلا كيف تسوم موضوع التخزين هل كان عندك مستودع رئيسي أو مخزن رئيسي في السلي مثلا في جميع منتجات العملاء وبعدين فيه الدارك ستورز هذه الموزح يكون فيها فقط المنتجات اللي يتحرك بسرعة وشلون تنظيم أو دارة المخزون شلون تسومونها ببط حنا بشكل بسيط نستلم المنتجات من عميلنا عادة ما نطلب عدد أكبر عشان نقدر نوزعها ونقدر نديرها بشكل أفضل عادة منتجات الغير غذائية نخزنها عندنا طبعا مستودع كبير بسلي ونغذي المخازن هذه من هناك المنتجات الغذائية لا ممكن حالتها مختلفة شوي لكن حنا أسهل لنا إدارة المخزون أنه يكون عندنا ستوك أكبر ومخزون أكبر نقدر نسوي إعادة تعبئة للفروع هذه بشكل سريع مرة بس إذا جاء وقت عواردك فرض العميل يبغي يبغي عنده مثلا ألف حبة من منتج يبغي يبيعها في كم فرع بالرياضة حين عندكم؟ 11 ما شاء الله فيبغي يبيعها في الرياضة وش تسوي؟ هل توزعها على الفروع من البداية؟ ولا تحطها كلها في المخزن الرئيسي وتقول بوزع شوي في كل الفروع ولا تشوف الطلبات وين تجي عادة بعدين بالنسبة توزعها وش طريقة تخزين عندكم؟ حنا بشكل عام نوزعها بناء على الطلبات المتوقعة بشكل عام ما يكون عندنا توقع واضح مية بالمية إذا كان المتجر جديد عندنا فنوزعها بناء على توقعنا للمناطق فندري حنا أنه دائما الجنوب أكثر من الشمال الشمال أكثر من الغرب أي أن كان فنوزعها بأول توزيع بناء على هذا الشيء بناء على طلبات المتادر السابق بناء على بناء على فعليا التاريخ اللي عندنا والهيستوري للمنتجات اللي عندنا فنعرف بشكل تقريبي يعني تشوفها على نفس التصنيف حق المنتج مية بالمية يعني إذا عطر جديد تشوف العطور وانت بيع أكثر شيء في الرياض صح وحتى متوسط السلة يأثر بشكل كبير منا Who أنه متوسط السلة عادة بالمنطقة الفلانية بالرياض مختلف عن المنطقة الفلانية أسعار المنتجات عادة مثلا إذا كان المنتج متوسط قيمة المنتج 80 ريال يبيع مثلا بالمنطقة الفلانية بالرياض أكثر من منطقة الفلانية فهذه تلعب دور بشكل كبير اليوم حتى لو تشوف متوسط قيمة السلة تكتشف أن الأحياء تفرق بشكل كبير مرة هذه برضو ناخذها بالحسبان مجموعة قيمة المنتجات اللي يحطها العميل في الشراء فهذه أساس بالنسبة لنا أننا نضبطها وتعبون المتاجر هذي كل يوم نعيد تابعتها بشكل كبير مرة يومياً أحياناً كل ثلاثة أيام يعتمد على حتى نوع المنتج يعني حتى بعض المنتجات اللي حنا نتعامل معها تكون أصلاً الشلف لايف أو حياة المنتج فعلياً أسبوع عشر أيام حياته قليلة مرة فلازم يكون عادة تعبئة بشكل دوري أكثر حنا بشكل عام عادة تعبئة عندنا يعني يومياً غالباً يكون في عادة تعبئة لكن مو بكل منتجات بس لو العميل جاي مضيق عليكم مدغاياً موقع يتمشي أساساً قال لكم أن أبي بضاعتي في شمال الرياض وما أخذ طال عمره نص رفوف إلا عندكم وإنتكم عندكم عملات هانين قاعدين يكبرون موش تساوون ماذا؟ لا حنا بشكل عام ما يكون التخزين عالي مرة يكون الأكثر يكون بالمسودع الرئيسي ونحط بس توقعنا لستة سبع أيام لعدد طلبات المتوقعة خلال الفترة هذه هي اللي تكون موجودة داخل المخزن وبعدها إذا صار في أي احتياج رح نعبينها من جديد بشكل عام صراحة يعني حنا نحاول قدرنا نستطاع العميل اللي يمر عليه شهر شهرين ثلاثة شهور ما تحركت البطاعة بشكل كبير مرة نكلمه نقول له يعني الأفضل لنا ولك إننا إننا ما نستمر مع بعض حنا بالنسبة لنا حنا ما هو هدفنا إني آخذ فلوس على التخزين أنا هذا مو بدوري تأخذ شوي آخذ شوي لا يذكر صراحة اللهم إنها هي تحفيز للعميل إنه تكفى بطاعة وما تواجهت مشكلة إنه فيه مثلا مجموعة من العمل قاعدين كبرون مع بعض يبيعون في منطقة واحدة وبالتالي تصيروا ما وصلتوا للحد الأعلى للمخزن اللي في منطقة معينة صراحة لا اليوم عندنا الحمد لله بالفروع لكن ما وصلنا إلى أعلى شيء بالفروع لازال فيها يعني نقدر نديرها بشكل أفضل هل أنه معينة الطلبات تغير بتشكيلة أي مخزن جديد سهونه أو أي دارك ستورج جديد يعني مثلا دام المنطقة هادي فيها طلبات كثير على الأكل المبرد فمنخلي فيها تلاجات أكثر في المخزن حقها ودام المنطقة هادي ما عليها طالب كثير فمنخليها أكثر منتجات جافة ولا كلها نفس الشكل صراحة كلها نسبة متناسب مقاربة يعني مثلا دارك سور مساحته 150 تلقى فيه مثلا 20 ثلاجة دارك سور مساحته 120 تلقى فيه أقل شوي عدد ثلاجات بشكل عام نسبة متناسب مقاربة البعض بشكل كبير مرة ما يلعب دور صراحة اللوكيشن بطريقة توزيع المخزن بس تصور ما يفرق من اللوكيشن يعني فيه اللوكيشن يمكن أن نبرد ما يمشي فيه كثير اللوكيشن ثاني صراحة لا ما فيه يعني موب بدرجة واضحة بشكل كبير مرة اليوم غالبها مقاربة يعني سلوكها مقاربة البعض بشكل كبير مرة والتكلفة يا أخي عالية أشوفين أنتم تاخذون إن شاء الله محلات ولا تاخذون زي مستجرين عمارة كاملة الرئيسي عشان المكتب فعكس المنافسينكم التقليديين مو بليه وصلوا إلى سريع تكلفة المخازن عندكم جداً عالية صح أنك تاخذ فيه طرق رئيسية تاخذ فيه مدن تاخذ فيه يعني منتشر فيه جميع المدن فيه مناطق إيجاراتها عالية أساساً نسبية مقاردة في المخازن في نفس المنطقة فكيف تتعاملهم مع الموضوع هلنا يمكن من أصعب التحديات صراحةً اللي اليوم حنا موجودة عندنا هو لما نجي حنا نقارن مثلاً بالتجهيز العادي مثلاً أنه الطلبي بيتجهز ويتوصل عادي من مستودع بسلي مثل أنه يجهز بأي منطقة ثانية مقارنة السعر ببعض يعني شوي غير عادلة ليه لأنه فعلياً مع كلاوت شلف أنت قاعد تقدم إلى عميلك تجربة بريميوم صراحة توصل الطلب خلال ساعة ولا حتى ساعة ونص تجربة مختلفة تماماً فولازلنا إلى اليوم صراحةً حنا ننافس حتى بالسعار على المستودعات الكبيرة رغم أنه عندنا التكلفة مختلفة تماماً يمكن حتى لو نشوفها حتى على سبيل المثال اليوم عندنا حنا مثلاً فرع الملقة لوكيشن مساحتهم 140 متر فعلياً الأجار السنوي حقه قيمة مستودع بس لي 2000 متر فالموضوع مختلف تماماً يعني هناك هنا في الملقة أقدر مثلاً أحط ستوك إلى مثلاً 3000-4000 نوع منتج مختلف لكن مستودع اللي بس لي هذا 2000 متر أقدر أحط فيه فعلياً من كمئات الآلاف من أنواع المنتجات الموضوع مختلف تماماً في كل مكان اللي هي موضوع لإجارات تحديداً وفي مناطق خاصة في الرياض إجاراتها غالباً يعني بترتفع باستنقار يعني ما هي شي تقدر تقول في منطقة بعيدة ممكن الإجار يكون يرتفع بطريقة منطقية هنا ممكن ينطبك فجأة أكيد لا لا أحنا بكل أمانة هتوقع عقود طويلة المدى ولا شو تسوي أحنا نحاول نحاول قدر مستطاع أن نوقع عقود بالثلاثة والخمس سنوات ويعني نحاول قدر مستطاع صراختاً اليوم يعني كثير من الناس اللي يستاجر منهم يرفض يعني لأنه الإجارات يعني ترتفع بشكل كبير مرة الإجارات كنت قبل فترة دور المكتب الإجارات خلال أسبوع فجأة طلعت شوي اللي يا جماعة وشيكم توك تقولي المتربة 1300 هجي صار 1500 يعني حنا كثير من المحلات اللي حنا ماخذينها خلال السنتين وثلاثة سنين هذه زادت الإجارات يعني في بعضها مزادت إلى 66% يعني تكلم عن يعني زيادة قاعدة ترتفع بشكل كبير مرة لكن حنا بالنسبة لنا حنا التحدي في الـ كيف أنك أنت ترفع عدد الطلبات بشكل كبير مرة لكل فرع يكون مجدي للفرع وتقدر فعليا تنمو فيه هنا أكبر تحدي أعتقد عندكم من وجهة نظري موضوع كيف أنك ترفع كفاءة الفروع مثل ما تفضلت بس هذا يرتبط فيه بشكل مباشر العميل نفسه نوعية العميل صح فكيف تلقى العميل المثالي هذا منه العميل المثالي اللي ساعدك في رفع كفاءة التشغيل في الفروع عندك عشان تضمن البضاعة دائما تتصرف ودائما تكون في مكانها الصحيح مئة بالمئة حنا بالنسبة لنا ضروري مرة أنه يكون العميل عنده عدد طلبات جيدة كب مئة تقريبا يعني حنا صراحة بالنسبة لنا حنا المثالي اللي يكون بالألاف لكن يعني إلى مثلا خمسمائة طلب ثم مئة طلب نقدر نشتغل معاهم بشكل جيد من خمسمائة طلب نقدر نشتغل معاهم بشكل جيد يعني صراحة حتى لو تبتأخذها على قرارتهم حسبة بدو بسيطة مرة لو المتجر أصلا يطلع خمسمائة طلب بالشهر أنت تتكلم عن كم 12-13 طلب باليوم تتكلم عن لو تبتوزعها على 19 لوكيشن ولا حتى عشرة ما نبغى 19 أنت تتكلم عن طلب ولا طلب ونص باللوكيشن فبالنسبة لنا حنا لا هم مجدي لنا ولا هم مجدي للمتجر ولا هم مجدي لأحد فبالنسبة لنا فحنا ضروري مرة يكون فيه بوليوم جيد للتاجر فعشان كده حنا بشكل عام نحاول قدره مستطعن حتى أحيانا ما ننفعله كل الدارك سورس ننفعله أجزاء منها يعني بدل ما أنه تكون 11 بالرياض تكون مثلا 4 بالرياض أفضل له ونقدر حنا نتحكم مخزونه بشكل أفضل ويكون الوثاليزيزيشن عندنا للفرع شكل يعني أفضل لنا حنا فبالنسبة لنا حنا كده مرضي لجميع المعناة أنه الموضوع الانتشار والتوصيل والأمور هذه هي بالاتفاق بينكم بالعميل وليس بالعميل اللي حددها حنا صراحة نحاول يعني نساعد العميل أنه يختار الشي الصح يعني حنا بالنسبة لنا حنا يعني من بدينا أتمامنا أكثر من 2 مليون طلب فصار عندنا experience وتجربة كويسة مرة أننا نقدر نساعد التاجر نقول له وين يسوق كيف يشتغل وش أفضل المناطق اللي المفروض يشتغل فيها لأنه حنا بالنسبة لنا حنا أكبر قيمة لنا إذا التاجر قدر يطلع طلبات إذا التاجر ما تطلع طلبات لحنا باللي ربحانين وله باللي ربح بسكسي الموضوع ما هو راجع له تماما يعني لا له براجع له تماما وله براجع لنا حنا تماما حنا نحاول قدر نستطيع نكون نعطيه يعني مقترحنا حنا إذا كان يبغى عدد فروع أكبر عادة ما تكون تكلفات حتى يعني أعلى شوي لكن ككل يعني ضروري مرة أنه يكون الكل ربحان راجع لكذا أفهم أنه غالبا تضضر مو بغالبا أنا نقول يجي أوقات تضضر أنك تقول العميل ما نقدر أستغل معك ترى واضح أنه العملية ما يبقى عي تمشي صح صح احنا كثير كثير من المتاجر صراحة يعني ما نقدر نشتغل معهم يعني ما يكون مثلا عنده طلبات عالية ما يكون عنده مخزون عالي فكذا السلسلة كاملة ما نجحت يعني حتى لو أنه عندك طلبات عالية بس ما عندك مخزون عالي كذا ما قدرت أنا أوزع المنتجات هذه بشكل أكثر كفاءة أني أقدر أوصل لك وحسن تجربتك بشكل كبير مرة فضروري مرة يكون عندك مخزون جيد ضروري مرة يكون عندك طلبات جيدة وكذا حنا نمينا وحسنا تجربة عميلك وحسنا تجربتك أنت لمتجرك وقدرنا ننمو مع بعض تطبيقات التوصيل فصارت يعني جيدة للكل فتروح قد صارت تروح تكلم عميل تقول له بشكل كبير مرة أو أوكي يعني حنا عندنا بشبه شهري يعني نروح للمتاجر عندنا نقول لهم أنه حنا بالنسبة لنا حنا مو بغايتنا أني أجي أقول لك خلاص بعطيك مينموم شارج أربع لاف ريال بالشهر تدفع لياها حتى لو مبغيت لا تبيع شيء مية بالمية فأنا عندي مساحة محدودة أبغى أطلع من كل متر مربع أكبر عدد طلبات أقدر عليه فبالنسبة لي هذا غايتي يعني وش فيه موصفات ثانية العميل المثالي اللي ممكن يتعامل مع هالخدمات طبعا ما تكلم فقط عن كلاوت شلف بس للفائدة يعني أنا بروح أتعامل مع أي توصيل سريع وش فيه برضو ممكن أعطيك إياه غير طبعا عدد الطلبات والممكن التسويق أقول شيء ثاني نسوي رزيزة الطلب حيث نكون عميل المثالي هل لي فيدك مثلا أني أعلمك وين قعد أبيع وش أقدر أعطيك أكثر عشان أرفع كفاءتي في العمل معك كشريك أكيد أنه حتى مثلا ما تقول لي أنت وين تبيع أكثر إذا كان عندك التاريخ والديتا والبيانات واضحة وين تبيع أكثر أكيد نستفيد حتى أنت يعني بتستفيد بشكل كبير مرة يعني أذكر أول ما بدينا وقع أنه العميل هو يعرف فعليا وين أكثر الأماكن اللي يبيع منها اكتشفنا أن الموضوع معقد أكثر مما نتصور صراحة فصارت الموضوع حنا بينه وبينه لكن بشكل عام صراحة غالبية المتاجر تكون تجربتهم كبيرة مرة في هالمجال فنتوسع سواء طيب خلالنا على جزئة التخزين خلالنا ننتقل على موضوع التوصيل أنتم مالكم أي علاقة فيه مو بنتم اللي توصلون صح؟ التوصيل حق المتاجر يجون نفس الشركات اللي عادتنا يوصلون أو عافة حق التطبيقات صح نفس الشركات يتعاملون مع تطبيقات صح يعملون كمكانكم فرا 100% يجون يسترمون يوصلون 100% طلبات المتاجر وش يتساهم فيه؟ طلبات المتاجر حنا نتعامل مع شركات توصيل التوصيل الفوري وهم يديرون لنا العملية هذه طبعا بشكل كبير مرة حن يكون لنا السلطة عالية والإدارة حن نديرها بشكل كبير مرة ليه لأنه بكل أمانة موضوعها معقد وصعب مرة عادة ما الشركات اللي توعدك بالتوصيل سريع مرة موضوعها معقد وصعب لأنه أنت تحتاج عدد سائقين مهون يعني عشان تدير وقت التوصيل بشكل كبير مرة مضطر أن يكون عندك عدد مناديب كبير مرة فضروري مرة أنك تشتغل مع شركات كبيرة تقدر تساعدك يمكن هذه حتى من الأشياء والقيم اللي قاعدين نشتغل معها مثلا مع جاهز اليوم جاهز مثلا عنده أساطيل كبيرة مرة أو أسطول كبير مرة للمناديب فحنا قاعدين نشوف حنا حتى طريقة ثانية صراحة قاعدين نتكلم معهم في كيف أننا نقدر نستفيد من الخدمة هذه مو بس المطاعم حتى المتاجر الكثير هل تحتاج أن تربط معهم؟ أربط معهم وأعطيه الطلبة ويوصلوا للعمير النهائي والمشاكل اللي تصير عادة أنت اللي مسؤول عنها صحيح؟ فأنا مسؤول عنها ما له أي علاقة المتشر إطلاقا وحتى في موضوع التعويضات حتى تطبيق التوصيل؟ حتى تعويضات حتى التوصيل حنا مرة مسؤولين عنها مية بالمية من إلى حنا مسؤولياتنا هذه طبعا إلا لما يكون التعويض مثلا من مشكلة بالمنتج نفسه كذا الموضوع يختلف شوي لكن بشكل عام حنا مسؤولين عن الخدمة من إلى أي شيء له دخل بالتعامل مع تطبيق التوصيل حنا مسؤولين عنه فالعميل مرتاح مرة 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 بس جاية تطقه براسك بالنسبة لنا حنا علاقاتنا الحمد لله مرة كويسة مع كل التطبيقات التوصيل يعني عندنا نجتمعات دورية ونجلس معاهم وصراحة أن الكل يسمع فبالنسبة لنا حنا مفيد لكل الأطراف أننا حنا اللي نتعامل مع التطبيقات أبرز أنواع المشاكل اللي تصير عادة سواء مع العملاء أو مع تطبيقات التوصيل صراحة يعني مختلفة بشكل عام مثلا يعني مثلا إذا صار فيه أي إشكالية بالمنتج نفسه يصير هذه تصير تحدي حنا بكل أمانة أكبر أشياء يمكن حتى تلقاها أنت من تجربتك أنت شخصية تلقى مثلا دائما إذا طلبتم تطبيقات التوصيل أكبر مشكلة اللي دائما تواجهها هو الطلب ناقص وللطلب فيه منتج مفيد وأيا كان أمور مثل كذا حنا بشكل عام 99.9% غالبا ما تصير هذه لأنه فعليا الموظف اللي موجوده الفرع ما يقدر يمشي الطلب إلا هو مسوي سكان البر كود المنتج متأكد أن المنتج هو سليم متأكد أنه كل المنتجات سليمة فبشكل عام بنسبة عالية مرة أنه يعني أنا ما بغير أقول مية بالمية لكن بنسبة عالية جدا أن المنتج ما يكون فيه أي نقص أو الطلب ما يكون فيه أي نقص ما يكون فيه أي خلل يعني حنا أذكر أول ما بدينا يمكن كل شيء مانول كانت تصل لتعويضات مبالغ كبيرة مرة لأنه عندنا عدد طلبات كبير ويصير فيه خلل الطلب مسجلينه غلط الطلب مجهزينه غلط أي أن كان أمور مثل كذا اليوم الموضوع مختلف تماما فعليا العميل النهائي الطلب اللي يطلبه من تطبيق التوصيل هذا الطلب هو اللي يوصلنا بالنظام هو الطلب اللي يتسواله سكان هو الطلب اللي ينحط بكيس العميل هو الطلب اللي يتسلم المندوب فكل هذه كل الحلقة يعني متأكدين إن شاء الله بشكل كبير مرة أنه التجربة تكون بأفضل شيء نقدر عليه بشلون تقرد تحكم الجودة لأنه عندك فروح كثير أنت أو حول النملكة بشلون تقرد تستأكد أنه جودة أعداد الطلبات أساساً ماشي على نفس المعيار اللي ينتحط حنا صراحة يعني هنا تلعب دور التقنية بشكل كبير مرة يعني حنا التقنية ترى حنا بنينها حرفياً من الصفر عشان تساعدنا فعلياً ننمو بشكل كبير مرة من إلا لو نبنأخذها على سبيل المثال اليوم تجهيز الطلب مثل ما قلنا قبل شوي فعلياً تنبرمجته كل شيء كل شيء فعلياً الكود من إلا حنا مسوينه كان في أشياء سخنتها جاهزة أبداً أبداً حنا بنين النظام كامل بكل أمانة ما تقدر تتوسع بشكل كبير مرة حتى من زمان وأنا عندي إيمان كبير مرة بالشيء هذا أنه أنت ما تقدر تتوسع وتنمو بشكل كبير مرة إذا ما كان عندك سلطة كبيرة مرة على التقنية اللي أنت قاعد تشغل فيها يعني اليوم أنا لو أقدم أي خدمة إضافية للعميل كيف أقدمها وأنا ما عندي نظام تقني أقدر أتحكم فيه زي ما أبي اليوم لو أني أتعامل مع ثيرت بارت ولا أين كان عندهم نظامهم الخاص وأنا أستخدمه لو أبغى أربط ولا أبغى أسوي أي شي على سبيل المثال اليوم ترى البزنس مود اللي حنا نشتغل فيه ما هو بسهل صعب وجديد يعني نموذج العمل نموذج العمل وله موجود فأذكر أنا حتى أول ما بدينا كنت أقول لنا أنه ما يحتاج أصلاً أني أروح أبني التقنية أنا كاملة يعني هل يحتاج هل ما يحتاج بتبطأ دخولك للسوق إذنك تروح تحاول تبني كل شي لازم أي مئة بالمئة فأنت بتأخر مرة بشكل كبير مرة اللي اضطرينا حنا أننا نروح نبنيه من الصفر بسبب أنه ما كان فيه فعلياً تقنية تقدر تسوي لي كل اللي أبيه أثنين وبكل أمانة هذا أحد أحسن القرارات اللي اتخذنا وحنا أننا نحن بنينا تقنياتنا بنفسنا اليوم التقنية حقتنا هو order management system يعني system إدارة طلبات system مشي الأنظمة التي تورتها أنت النظام كامل هو فعلياً order management system هي منصة واحدة هي all-in-one فعلياً منصة كبيرة مرة أبخ فيها إدارة المخزون كاملة فيها إدارة العمليات كاملة نتأكد أنه اليوم حتى عميلنا يقدر يدخل يشوف الطلب متى وصلنا الطلب متى الجهز الطلب متى منذوب التوصيل جائزة المطلب كاملة العملية هذه يقدر يدخل ويشوفها من خلال النظام الربط والأشياء هذه كاملة موجودة بالنظام المخزون كامل يقدر يدخل يعرف المخزون اللي موجود بالسويدي واللي موجود بالملقة واللي موجود بالروضة واللي موجود بكل الفروع يقدر يشوفها بشكل فوري لعب فعلياً أجل الضخامة النظام هذا وش كان أول شيء مهم بدايته فيه؟ صراحة بس كريات أوردر بالبداية كان كان as simple as هذا الشيء إنشاء طلب بس نحن نبغى أننا نقدر ننشأ طلب ويكون طبعاً أكيداً أنه لازم يكون فيه المنتجات لازم يكون فيه المخزون كانت مرة simple حتى أذكر أنا أول 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 ريليس طلعنا فيه طورناه تقريباً بشهر ونص وطلعنا فيه live وبعدها بدينا نبني ونبني ونبني اليوم يعني أعتقد حنا عندنا من أقوى الأنظمة التقنية لموجودة بحلمجال هذا والميزة الثانية إنه فعلياً حنا قاعدين نطوروا بناء على حاجتنا فحنا نحتاج الشغلة الفلانية نروح نطورها بكل أريحية عندنا فريقنا التقني بس فيه جوانب ثاني زي موضوع الفوترة على سبيل المثال هذي برضو أنتم زمينها الفوترة طبعاً هذي أعتقدنا فيها تعقيد أكيد بشكل كبير مرتبطة مع المخزون ومرتبطة مع أشياء كثيرة أكيد يعني لا حنا المخزون ترى حنا ما نملك المخزون فالمخزون هذا يملكه عميلنا اللي حنا نسويه وشه حنا رابطين طبعاً مع نظامنا أنت ما عليك من المخزون يعني فعلياً أنت تركز بس على اللي قاعد تسويه في المخزون في الدركستور بشكل عام إيه لا المقصد أنه المخزون أنا ما أملكه المقصد فيها كأصول مالياً إيه كأصول أنا ما أملك المخزون هذا حلو لكن حنا اللي نسويه وشه حنا طبعاً صراحة هاليومين نخلص إن شاء الله ربطه كامل اللي هو حنا فعلياً ربط منصتنا بالإير بي أو النظام المحاسبي عندنا وتصير الفوترة خلاص كاملة لكن الحين صراحة ما طلعنا فيها لايب حنا نتوقع أنه خلال الثلاث السابع الجاي إن شاء الله لكن الفوترة خلال الفترة البسيطة الجاية هذه كلها فعلياً توماتيك توصل للعميل شوف كل شي فيها ومن المنافسين أني ما قد سمعت صراحة غير يا كلاود شلف يا تاجر يوصل من خلال فروعه وأنا أشوف هذا ترند يعني صغير عند التجار يقول لك ما أحتاج دركستور أنا بأسوي لي فروع خاصة فيني أبيع يعني للناس ومن الفروع هذه أوصل برضو العمل اللي يطلبون أونلاين فما شفت إلا هالنموذجين صراحة يعني يعني بالضبط نفس اللي قاعدين يسوي حنا اليوم فيه يمكن شركة أو شركتين لكن حنا كمنافسين لنا اليوم أتكلم عن منافس مباشر نفس اللي تسوي بالضبط لأنه فينا ناس تانين يشبهونكم بسم بزيكم زي سلاسة مثلا سلاسة يسوون تجهيز الطلبات وتخزينها أو تخزينها ثم تجهيزها وتوصيلها للعميل بس أنها بالطريقة اللي اعتدناها سابقاً اللي هي يوصلك يمكن في نفسه اليوم واللي يوصلك اليوم اللي بعد التوصيل السريع ما أعرف غيركم صراحة صراحة اليوم ما فيه فعلياً إلا أن تسوي أنت بنفسك أولاً ترى اليوم حتى فيه كذا شركة قاعدة تدخل بالسوق على نفس تقريباً نفس الخدمة ويقدمون خدمهم مقاربة ولا مشابهة لكن كحجم صراحة ما أعتقد فيه أحد قريب صراحة يعني لا حجم عدد طلبات ولا حجم عدد دارك سورس فاليوم يعني على المعلومات اللي عندي حنا أكبر شركة في دارك سورس فعلياً اللي هو الطرف الثالث تجهيز الطلبات ما تشوف ضيب خيار جيد للمتاجر الإلكتروني أنه يتوسعون وكلال فروعهم الخاصة العادية يعني اللي الناس يقدرون يدخلون لها بدل ما يشتغلون مع دارك سورس إذا كان عنده عدد كبير من الفروع ليش لا؟ لكن بشكل عام التحدي وين؟ أنه حتى المحلات اللي موجودة لهم فروع بشكل كبير مرة تلقاها جوة مولات إذا كان جوة مول أصلاً التجربة بتصير صعبة مرة للمندوق يبي يروح يوقف وين ويدخل وكمل مسافة فالتجربة أصلاً صارت مكلفة وصعبة بالإضافة إلى إدارتها إدارتها ترى صعبة جداً يعني أنك أنت تدير العميلة اللي بيدخلك المحل ولأنك تدير عدد طلبات اللي يتجهزها فيعني موضوعها معقد أكثر بكثير مما يمكن حتى نتصور يمكن حتى نتصوره من أكثر الأشياء اللي قاعدين شوفها هي في أكثر من منافس دخل مثلاً يشوف الداركستور من بره يقول بالنهاية أرضية بوكسي ورفوف وثلاجات الأمر سهل عمال إنجلون طلب من هنا يعطون المدى بالتوصيل الأمر مرة سهل بدأين تكتشف أنك إذا بدايت تكتشف أن الموضوع معقد جداً جداً إدارة الطلب نفسه أصلاً معقدة بشكل أكبر بكثير مما أي أحد يتصورها أصلاً كون أنك أنت تجيب أصلاً فعلياً أبسط شيء نظام تقني قادر أنه يساعدك ويربط لك منصات البيع كلها هذه هذه أصلاً بس بالحالة تحتاج فعلياً سنوات حتى لو تلقى نظام تقني اليوم رابط في كل هذه الأشياء عادة الأنظمة اللي اليوم موجودة بالسوق مركزة أكثر على جانب المطاعم فتبتلقى فيه عندك خلل كثير بطلبات اللي قاعد جهزها تكتشف أنه المنتج ما فيه مثلاً باركود ريدنج لكل المنتج قاعد يطلع المطعم فعلياً ما عنده أي باركود سكاننج ولا أي أن كان عندك قبل ما تحط المنتج على الرف لازم عليه باركود طبعاً لازم ولازم برضو حتى الرف عليه باركود صح عشان تعرف وين كان المنتج 100% ومسجل في النظام رقم المنتج وموقعه أساساً في المخزن 100% وإذا جاك أساساً طلب من تطبيقات التوصيل في السيستم يقول لك هذا على أقل من اللي شفته أنه هالطلب اللي جاك تراه موجود في الرف فلان صح ففي كل شي كل هذه مربوطة كل هذه مربوطة ببعض شف بكل أمانة نقدر الحين أنه ياك نطلع من هنا ونقدر نفتح دارك السعور ونقدر نجيب كم عميل يعني الأمر مهوب صعب مرة لكن مسألة أنه كانت تنمو بشكل كبير مرة الموضوع مختلف تماماً يعني بتقدر تروح تجيب عميل واحد عميلين تدير لك 20 و 30 طلب من دارك السعور واحد أمورك يعني بتكون ميب صعبة لكن أتوقع إذا أنت تبغى تأخذها محل واحد تروا ممكن مية بالمية تبغى تيجي استعامل مع مطعمين ثلاثة ولا محلين ثلاثة تقول تعالوا أنا عندي ثلاجات وعندي ذا بحط الجهاز حقكم عندي وتسويها بشكل يدور تقدر تسويها كذا لكن بالنهاية التاجر أصلاً هل يبغى بس فرع واحد إذا كان غير قبل التوسع مية بالمية أثنين أنه فعلياً بدون نظام كويس مو بقادر أصلاً يدير عدد طلبات كبيرة أبداً أبداً مو بقادر يعني تروح تطبع فاتورة من جهاز التطبيق وتروح تجهز الطلب بدين تشوف أن الطلب غلط بدين طلب واحد غلط ترقيمت فعلياً عمولة 10 ولا 12 طلب لماذا؟ لأنه أنت قاعد تأخذ 10 بالمية ولا 8 بالمية ولا 12 بالمية ولا واتفر فلما يصير عندك طلب واحد غلط فعلياً أنت لازم تجهز 10 غيرهم عشان تغطي تكلفة بس الطلب الغلط شلون طلب غلط شلون؟ يعني أنه جاك منتج طلعت منتج ثاني بدأ له أوكي وراح لتطبيق التوصيل جا تطبيق التوصيل أعطاك شارج أنه ردفعك تكلفته كاملة إيه طبعاً يدفعك أنت طالب منتج ألف وصلك منتج بدأ إيه أنت تكلم عن تعويضات للعملة تعويض العملة إذا هو طالب مثلاً بوكس شكولاته بـ 100 ريال وأنت أخذ منه 10 بالمية وراح تلصت له شيء ثاني 100 بالمية التطبيق بدفعك 100 ريال صح فأنت الآن لازم تطلع 10 طلبات ثانية لا وغير وغير أنك أنت ترطلعت المنتج غلط فلازم تعويض العميل حال المنتج الغلط إيه فأنت يعني كل شيء تلخبط عندك فأي غلطة مكلفة جداً مكلفة جداً ففعلياً بدون نظام أنه يقدر يساعدك بـ والتكبير السريع هذا بالغالب موضوعه صعب يعني ماهو سهل أبداً فكل مخزن كم أو كل داركستور إذا قلت مخزن نحسني مرة قل كل داركستور كم واحد يشتغل فيه يعتمد صراحة يعتمد حتى على الفوليوم وعدد الطلبات اللي موجودة في داركستور بشكل عام طبعاً نشتغل في بعض داركستور نشتغل فيه 24 ساعة لكن عندنا مثلاً داركستور فيها 8 موظفين وعندنا داركستور فيها 4 كيف تكسيمتهم عادتنا؟ 4 مثلاً ناخدها 4 أسهل أي بشكل عام يكون فيه مثلاً عادةً لأربع أشخاص هذولا يكون لصلاً الفرعي مثلاً يشتغل من 8 الصباح إلى 12 بالليل ما يكون يشتغل 24 ساعة يكون فيه موظف الصباح بعدين فيه أكثر من موظف فترة الظهر إلى ساعة 8 المساء حتى قبلها إلى ساعة 6 المساء بعدين فيه موظفين طبعاً يكون بالنص هذي بعدين فيه موظف باخر كلهم نفس الوظيفة كلهم باكينج بس كلهم يروحوا يستطيعون طلب يعطيهم عندهم 100% وهذا تعطيهم ما أتصور تدريب معين أو الميجون ندربهم تدريب ما هو بصعب يعني حنا الميزة أنه فعلياً بالعنية خلينا النظام رجد شوي في يعني التشغيل أنه فعلياً ما يقدر الموظف شو نترجم هذا يعني بثر نظام مرة شديد يعني ما يقدر فعلياً يجهز الطلب من دون ما يجيب المنتج عنده وما يقدر يمشي الطلب اللي هو ما أخذ كيس العميل وما يقدر يحطه هناك اللي هو حاط رقم الرف الرف الجاهز وما يقدر يسلموا للمندوب اللي المندوب يعطيه آخر أربع رقام ف بكل أمانات تدريب مقيد العامل مقيد العامل من رصباً عني مش على خطوات حتى المنتجات بالإنباوند لما تجينا منتجات للفراء العامل نفسه هذا هو اللي بيروح يسوي لها فرز ويحطها برفوف خاصة بها لا لا طبعاً تجي من هذا يتمتهج جهزة في المستوداء الرئيسي لا هذه أصلاً من العميل يعني بشكل عام العميل نطلب منه نقول له لازم يكون على كل منتج باركود حلو ففعلياً يوصلنا كل منتج عليه باركود وكل رف أصلاً موجود عليه باركود برقم الرف نفسه فالعامل ما يسوي شيء لأنه يحط منتجات 100% هو يجي يسوي سكان للمنتجات هذه يسوي لها سكان كل واحد الحالة يقول له خلاص تم أنك أنت مضبوط عدد المنتجات هذه عشرة أنت سوي سكان عشر مرات خلاص مضبوط رح ودها للرف الفلاني وسوي سكان للرف الفلاني أنه خلاص يتأكد أنه سوى لها بوتاوي بالرف المخصص للمنتج هذا فيروح يأخذ المنتجات هذه ويروح يحطها هناك وسوي سكان لباركود خلاص النظام فعليا قال لك أنه ترى العشر منتجات اللي استلمناها هذه موجودة بالرف الفلاني فالعام طول الوقت هدفه فقط يسوي سكان 100% ويروح للخطوة التالية 100% بشكل عام هو كده يعني أنت رابط أي أحد موجود من الموظفين بسيناري معين لازم يمشي فيه والاستلام اللي العملة يرسلون بضاعتهم للفرع المباشرة ولا يرسلونها بالفرع الرئيسي بدين حنا مسؤوليتنا نوزحها للفروح ففي كل مدينة في فرع رئيسي؟ لا لا حنا عندنا بس بالرياض الفرع الرئيسي بدين نوزحها للمدن خلاص نعرف حنا البضاعة هذه تراها رايحة الفرع الدمام البضاعة هذه تراها رايحة الفرع الخبر البضاعة هذه رايحة الحسى وهذه رايحة المدينة الفلانية وعلى أساس تخترت المدن اللي توسعتنا صراحة عدة عوام الكثيرة يعني واحد الكثافة السكانية طبعا تلعب دور اثنين معلومات من التطبيقات يعني هم بحكم علاقاتنا أصلا كويسة معهم فيعلموننا أصلا وين المدن كويسة وفيها طلبات كويسة وبناء على معلومات عملائنا حتى يعني عملائنا يعرفون يعني كثير من عملائنا يعرفون أصلا مين الطلبات اللي تجيهم فبناء على المعلومات هذه حنا نروح ونستغل فيها اليوم بشكل كبير مرة احنا موجودين بالدمام والخبر موجودين بالحسن موجودين بالرياض طبعا والقصيم الخارج وجده بس أغلبها فرع 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 أغلبها فرع 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 وليش خلتها فرع واحد في المدن هذه؟ بشكل عام اليوم أقدر تتنافع شوي مع الهدف التوصيل السريع هي تخدم التواجد لكن التوصيل السريع ما راح تقرى تقدمه في المدن هذه بشكل عام اليوم أقدر أوصل خلال الستين دقيقة من فرع واحد بأغلب المدن هذه لأنها تكون مدن صغيرة تكون مدن صغيرة يمكن جده بس عندنا توصل يمكن حتى جده موضوعها مختلف شوي جده ما هي فرع واحد يعني جده ما هي كبيرة كبر جده طول فأنت يحتاج أنك تكون متواجد يعني على الساحل فعليا موضوعها مختلف شوي لكن جده نوين توسع فيها خلال فترة جاي هل وجودكم فرع واحد في المدن هذه بحكم أنها صغيرة يحتم أنك تكبر الفرع؟ لا 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 أبدا الفرع إلى حد ما مقارب البعض يعني أحجامها يعني يمكن جده الفرع اللي موجودين نحن فيه كبير شوي يمكن أنه أكبر الفرع اللي موجود عندنا لكن كان أحد الأسباب أنه أصلا جده فيها تحدي بالفرع يعني نحن أحد أهم العوامل عندنا أنه نحن نبحث دائما عن فروع مو بهمي أنا أنه يكون بشارع رئيسي ولا أي شارع يعني فرعي مشارع ثلاثين ما يحتاج يكون باين للعميل النهائي فبالنسبة لنحن هذا الأفضل شيء جده فيها التحدي هذا يعني جده فيها تحدي في الفروع صراحة يمكن مع الشغل اللي قاعد يصير والإزالات والأشياء هذي يمكن صار فيها تحديات شوي لكن فيها تحدي كبير مرة وأسعار الإجارات مرتفع جدا جدا بس تحدي وشه؟ منك تلقى موقع جيدة؟ منك تلقى موقع جيدة وسعره منطقي يعني أنا ما أقدر أخذ فرع بطريقة أبو بكر مثلا بالنسبة لي غير مجدي سعر المتر عالي مرة ولا أحتاج أن يكون موجود في أبو بكر أنا أي لفة من عند أبو بكر بشارع ثلاثين فيها فرع جيد بالنسبة لي هذا أفضل موقع يكون قريب من ممتاح حاليا سم؟ ممتاح حاليا بجده صعب مرة تلقى صعب جدا والأولا دلقيات تلقى الأسعار مرتفعة جدا مرة وكل مدينة تروح تحتاج تضبط وضعك برضه مع شركات التوصيل وكذا ولا أمورك عادة حنى شركات عادة حنى الشركات اللي قاعدة بنشتغل معها أصلا تشتغل مع أكثر مدينة فمجرد أن حنى نتوسع فيها أصلا هم متواجدين هناك وكيف تدير الفروع عن بعد هذه كلها؟ صراحة بشكل عام إدارتها ما هو بصعب لكل أصلا منطقة حنى في مشرف على المنطقة هذيك وبشكل عام حنى أصلا نديرها من هنا يمكن حتى دخلت غرفة الـ Operation أصلا في شاشات موجود فيها كل الفروع نشوف كاميرات على كل الفروع أصلا هذيك فإدارتها ما هي معقدة صراحة فأنت مشدد مرة من الجنب التقنية على أساس تقدر تشوف أي مشاكل تطلع وترسلها مباشرة لمدير المنطقة تقول شيك ترفيه؟ مية بالمية وحن نسوي جرد فور يعني جرد دوري على المخزون نتأكد أنه السيستم مطابق إلى اللي موجود فنتأكد أنه ما في أي منتجات مثلا ما ندري وينها ولا أيا كان أمور مثل كده وأصلا لكل فرع أصلا فيه ناس فيه شخص مسؤول عن المخزون اللي هناك والمتجات اللي موجودة فيه حلو كم تقريبا تهاجر معكم الآن؟ حوالي 200 تهاجر هذا 200 تهاجر من أول ما بدأته ولا للأكتف لا للأكتف هل نتكلم عنه هذا اللي شغالين إلى اللي اشتغلنا معاهم أكثر وكثير حلو عدد الطلبات كم تقريبا؟ حلو نجزنا أكثر من 2 مليون طلب خلنا نخلق السنة الماضية نهاية السنة الماضية كم وصلته وقوم بدأت الشركة قصتي خلال السنة خلال السنة الماضية؟ أقل من المليون شوي والسنة هذه؟ السنة هذه إلى الآن يعني؟ يعني حنا قفلنا حتى آخر جولة قفلناها في نهاية السنة اللي راحت واليوم حنا ضعفنا الحجم تقريبا يعني هل تعتقد أنك بتصير دبل السنة الماضية اثنين السنة الحالية؟ لا أكثر إن شاء الله أكثر من دبل؟ أكثر إن شاء الله هل هو من التجار الحاليين ولا من التجار جدد؟ طبعاً أكيد فيه تجار جدد وفيه تجار الحاليين قاعدين ينمون معنا والكل يعني بس وضع الربحية لأنه مشكلة النجاح هذا يضغط عليك فيه استثمار فيه فروع جديدة صح ويرفع التكاليف الثابتة عندك بشكل مرعب 100% يعني هنا التحدي أنه أنت كلما توسعت بعدد لوكيشنز أكبر عشان تقدم خدمة أفضل لعميلك كلما زادت عندك التكلفة فأنت مضطر أنك تزود عدد طلبات عشان تقدر توازن فيها بشكل كبير مرة يعني على سبيل المثال ممكن ترون أن أخذها مثال بسيط اليوم لو أنا أروح أفتح فرع بين فرعين عادة ما تبتقل عدد طلبات الفرعين هذي حلو؟ ليه؟ لأن الفرع اللي بينهم هذا شال جزء من الطلبات والتكلفة زادت عليه لأنني صرت أدفع ثلاث فروع عجارات فأنظر ولي أنك مع التوسع حقك تزود عدد طلبات عندك بشكل كبير لأن مشكلة التكاليف الثابتة هذي أنها ترفع الحد الأدنى اللي لازم تدفعه صح نوياً صح فأنت لازم الإرادات حقتك تتجاوزها صح على أساس تقدر أنك تربح صح حنا الحمد لله مثلاً على الفروع على يعني لفل الفروع الحمد لله حنا نحقق ربحية على لفل الفرع أوكي لكن للشركة ككل ما نربح لكن أتصور أنه في استثمار أنت ماذا بدايته؟ سنت كم؟ حنا بدينا فعلياً 21 بداية 21 هي يمكن الانطلاق الفعلي فأتصور أنه كان في استثمارات كبيرة مرة في الفروع إلى حد ما يمكن هي أكثر الأشياء اللي تأخذ علينا يعني تأخذ مننا جزء من الاستثمارات اللي قاعدين نأخذها بس إلى اليوم السعر هي تشكل جزء الأكبر من المصاريبكم؟ لا 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 أبداً اليوم يعني جزء مننا حتى التقنية اللي قاعدين نبنيها تأخذ جزء الفريق اللي قاعدين حنا اليوم معانا هذا جزء منه كم موظفين؟ اليوم مصن الإدارة ككل الموظفين تقريباً 120 موظف اللي موجودين بالإدارة تقريباً 53 53 هذري وش طبيعتهم؟ من عمليات إلى إدارة مخزون وغيرها إلى إدارة البزنس فعلياً اللي هم فعلياً نمو التجار السيلز المبيعات التقنية طبعاً طبعاً عندنا إتشار والمالية فبشكل عام يعني متوزعين على كل هذه القطاعات يمكن أكبر قطاع اليوم موجود عندنا طبعاً الأوبريشن بحكم أنه حنا يعني جزء كبير من عملنا أوبريشن وعمليات أو التشغيل على طالع العمليات ما تكلمنا عن مجموعة العمليات على المنصة والجي مفي كم تقريباً وصل التشغيل حنا وصلنا الماضية أو السنة هذه وصلنا حنا ككل وصلنا أكثر من 300 مليون ما شاء الله أي طبعاً قيمة المنتجات المنطقة من خلالكم قيمة المنتجات ما هي إراداتكم أي لا لا ما هي بيرادات قيمة المنتجات المنطقة من خلالنا والحمد لله قاعدين ننمو فيها بشكل كبير مرة سواء كعدد طلبات ولا كبضاعة مباعية نحن بالنسبة لنا الجي أم في هو مبيعات عملائنا فمن أكثر الشيء اللي نمسط فيها ونتأخذ نسبة بعد أكيد 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 بس أن أغلبها تجي من تطبيقات توصيل صح؟ الطلبات اليوم إيه اليوم حن عندنا يعني أكثر من 50% من الطلبات جاي من تطبيقات توصيل أموركم طيبة يعني إيه لا الحمد لله التجار طيب شلون يتعاملون مع التكلفة هذه أنا عارف مثلا متاجر الإلكترونية يقدر التاجر أنه يخصص بعض المنتجات يكون فيها توصيل سريع وباقي المنتجات يقول لا هذا توصيل عادي أساس يقدر تحكم شوي في موضوع التكلفة أو أن يقول أنه يخلي المنتجات الهوامش العالية فقط أو فيها هوامش ربع عالية هي اللي فيها توصيل سريع والباقي كله توصيل عادي فوش فيه نصائح تشوف أنها تنفع للتجار بحيث أنهم بدرون يزنون موضوع التكلفة للتوصيل السريع بشكل عام يعني هي الخدمة أصلا اللي حنا نقعدين نقدمها أصلا بريميوم سير بس فعليا خدمة فاخرة فلما أنت تقدم الخدمة الفاخرة هذه على منتج مثلا تكلفته قليلة مرة بالغالب ما تكون أصلا مربحة لكل الأطراف يعني أتذكر أنا قبل فترة كنا على تواصل مع أحد شركات المياه وكانوا يبغون يقدمون الخدمة هذه on demand مثلا الموية فكانت صعبة للكل يعني أحد الأسباب مثلا أنه كرتون موية حجمه كبير مرة قيمته أصلا 15 ريال والـ 18 ريال والـ 20 ريال كم تحتاج من كرتون عشان توصل إلى متوسط سلة منطقي عشان تبيع على العميل النهائي فككل يعني العمل للـ premium service بعض المنتجات يكون صعب مرة أخلي التطبيقات التوصيل على جنب أن كلها توصيل سريع الآن إذا نتاجر زد أو سلة هل أقدر أربطها في حجم السلة؟ أقول لا تتيح خيار التوصيل السريع إلا إذا وصلت طلبات العميل إلى 300-400 ريال بالغالب لا لكن ما أعتقدنا أنه يفرق بشكل كبير مرة لك كتاجر لأنه بالنهاية إذا أنت تاجر موجود بزد أو سلة عادة حنا نأخذ منك fixed أو مبلغ ثابت فحتى لو زادت مستوى السلة ما يفرق بشكل كبير مرة المبلغ اللي حنا بناخذ أنت ما توفر خدمة طيب إنشاء متجر في زد سلة للمحلات؟ لا لا بس الحمد لله حنا علاقتنا فيهم كويسة مرة فعادة ما يجون عملا يقولون أنا موجود بالتطبيقات موجود بكل التطبيقات بس إني أبغى ما تجروا كثيرون إضافي فحنا عندنا ناس موجودين في زد وموجودين في سلة فبهينا ما تاخذ دور الوسط أبداً إيه طبعاً لا أودنا والله ليش مشكلة؟ صراحة ما في مشكلة بالعكس يعني بتكون مصدر دخل جيد لا بالعكس يعني حتى في بعضهم أصلاً في عندهم referral programs وتعال أنت تجيب متجر وتأخذ عليه فلوس فنقدر حتى نسويها لكن بالنسبة لنا حنا مو بهمنا صراحة أن يأخذ مبلغ بسيط ولكن أهمنا بس حنا نبغى التاجر أنه يكبر معنا وأعتقد أنه إدارة متجر إلكتروني أعقد من متجر على تطبيق بشكل كبير على تطبيق أن تحط صورة شرح وش النوع عن توفره قضينا؟ لا ويمكن اللي أصعب منها بشكل كبير مرة عادة المتجر الإلكتروني أنت يحتاج أنك تشتغل بشكل كبير مرة عشان يجي الطلب بالضبط التطبيقات التوصيل بشكل كبير مرة التطبيق أصلاً يجيب لك الطلب طبعاً هذا لا يعني أنك داخل بتطبيقات التوصيل تتوقع أنه تجيك طلبات أول ما تصبح موجود هناك لا لكن أسهل بكثير طب وين راحين الآن؟ هل الموضوع القدام بس فروع زيادة؟ توصيل أكثر؟ مناطق أكثر؟ والتي خدمات تعتقد السوق هذا ممكن يستفيد منها؟ بشكل عام بكل أمانة السوق فخم جداً واليوم العميل اللي موجود عندنا اليوم يحتاج إلى خدمات إضافية وحنا قاعدين نشوفها ونلمسها يومياً بكل أمانة يمكن أننا في فترة الجاية هذه كل تركيزنا في النمو باللي قاعدين يسويحنا اليوم لكن ما في شك أنه خلال فترة القريبة القادمة إن شاء الله أننا بنتوسع بخدمات ثانية بنقدم خدمات إضافية لعملانة بنساعدهم ينمون أنا عندي منتجة بوصل بسرعة أتبغي أقولك مثلاً من أبسط الأشياء بشكل عام أنت لما تدخل على الكوك كومرس أو التجارة الإلكترونية السريعة لازم كشي يصير سريع لما تطلب من متجرة الإلكترونية عادي عادي تتوقع أنك تتكلم خدمة العملاء ويردون عليك بعدها بأربع أيام مو بأربع أيام أربع ساعات بعدها بأربع ساعات ولا ساعتين ولا نصف ساعة ولا ساعة بس أن أنت لما تتكلم عن الكوك كومرس والتجارة الإلكترونية السريعة لازم كل شي يصير سريع فمن أبسط الأشياء من الخدمة عملة إلى أعقد الأشياء كلها فعلياً مترابطة بشكل كبير في بعض طب أختم معك بالسؤال اللي دائماً نختم فيه مع ضيوفتاني لو يرجع فيك الوقت لأول يوم واشتغلت فيه على كلاوت شلف في نفس الخبرات ونفس التجارب اللي عندك الحين وش الأشياء اللي توقع بتغيرة أو المشاكل اللي بجنبها والله السؤال صعب ماضح يعني أذكر أني دائما أشوفك التسأل السؤال هذا بس ما فكرت بلقد فكرت فيه أنا قيل لك فيه كم يوم قيل لك تجيل والله المفروض المفروض أني والله مفكر فيه صراحة صراحة ما فيه شيء معين بكل أمانة ما فيه يعني يمكن هذا الجواب اللي دائماً والله حسنا ماشيين صح لا لا مو بعلا حلنا ماشيين صح هو التجربة اللي قاعد تمر فيها هذه أصلاً لو ما مريت فيها ما قدر ستتعلم أفهم باستخيل بشكل سحري رجعت هل بتدعس أكثر والفروع هل تغير لوكيشنز يعني ش بتسوي صراحة ما فيه شيء كبير ممكن يتغير بكل أمانة مرة ما شيء صح يعني من البداية لا 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 أبداً 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 يمكن أننا يمكن نتوسع بشكل أسرع يمكن أننا كنا بطيئين بداية الفترات خاصة يمكن أول سنة ونص لنا ولا حتى ما كان لنا رغبة في دخول مستثمرين بشكل سريع مرة كنا نقدر حتى أذكر أنا أول لقاء مع مستثمرين السيد عندنا ما كان لي رغبة أصلاً حتى في سنة وستثمر جريء إطلاقاً لماذا؟ كنت أشوف أنا أنه ترى موضوع معقد وترى هم بيسوون وبيخذوا منك وقت كثير ودائماً بيدقون عليك وتعالوا شو قاعد تسوي وليش الأرقام قاعدة تصير كذا الموضوع مختلف شوي صراحة أكيد أنهم أفضل متوقاتهم أكيد يعني أنا بوجهة نظري بالعكس غالبية يمكن هنونا توفقنا صراحة المستثمرين اللي معنا لكن غالبهم يقول لك اشتغل زي ما تشوف أنت وأي شي تحتاجه أنا موجود وش اللي بطاكم ضيب التوسع أنكم ما أخذتوا استثمار يعني؟ أني ما أخذنا استثمار هذا ترى حنا حتى إلى اليوم الفلوس اللي حنا جمعناها كاستثمار ما تعتبر يعني مبلغ كبير يعني كامل المبالغ استثمار اللي جمعناها ترى including the post-trapping اللي حنا دفعناه من جيوبنا ترى ما يتعدى 15 مليون ريال هذا كامل كله الحمد لله ما عندنا حصل معدل حرق عالي فقعدين نقدر أننا نتحرك بشكل سريع مرة لكن يمكن اللي حاسنا شوي مو بحاسنا اللي أخرنا شوي أننا ما جمعنا استثمار بوقت أقل لو أخذنا استثمار قبلها حتى بسنة ولا ثمانية شهور يمكن أننا نقدر نتوسع بشكل أسرع لكن ككل أحياناً يكون التحدي حتى في فهم السوق يعني اليوم دخول منافسين أصلاً معك يساعدونك حصلاً أن الناس يكونوا نوعين أكثر للخدمات اللي قاعد تقدمها فيمكن حتى لو أننا قاعدين ولساً ثمرنا أكثر ولا يمكن ترجع لنفس المشكلة الأولى شمي الله تكلاعب يا أخي إبراهيم أفرق الساعة ما قصت اليوم أثريتنا صراحة في مجال من زمانة بيقى أشوف أسوارف ما أحد فيه له لأنه أشوف أنه مستقبل التجارة أفرق الساعة أشكراً الله يحييك شكراً لكم وشكراً لعبد الملك آل سعيد في إنتاج المحتوى في التحرير عبد الله مقابل في الإضاءة والتصوير عبد الرحمن عبود في الهندسة الصوتية يوسف إبراهيم في التلوين عبد المجيد العبطاس في إدارة محتوى التواصل الاجتماعي رفق الهليس ونور السبيعي وفي الإنتاج التنفيذي عبد المجيد عمر هذا بودكاست سوالف بزنس أحد منتجات شركة الثمانية للنشر والتوزيع